بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلا بكم في حالة جديدة من الماتش اليوم الثلاثاء كالعادة بإذن ده لمدة ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوا مصر أو بر مصر وفي داخل مصر النهاردة لعبة مباراة واحدة بس في الدوري المصري الممتاز على مستوى صراع الابتعاد عن شبح الهبوط وهي على مستوى آخر على مستوى البحث عن اقتحام المربع الذهبي من جديد بالنسبة لفيوتشر خوفا من أي مضايقات تحدث على مستوى الأندية الأخرى المنافسة للدخول في المربع الذهبي لمشاركة في بطولة إفريقيا في النسخة المقبلة لكن خرج منها المقاولون خاسرا كعادته في المرحلة الماضية ليزيد من جراحه في المرحلة الحالية ويليها مباشرة هذه الخسارة رحيل الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة أما على مستوى القمة فالزمالك بعد الفوز بالأمس على بيرامدس بثلاثية دون مقابل قرب نفسه خطوة جديدة من حسم لقب سان على التوالي أما الأهلي فيسعى للتمسك ولو بأمل يبدو بعيدا في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة فاركو غدا بإذن الله تفاصيل كتيرة جدا في الماتش بعد ثوان قليلة في يلا بينا أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة في الدوري المصري الممتاز وتحديدا في الجولة رقم 28 من المسابقة تواجه فيوتشر مع المقاولون العرب في ملعب المقاولون العرب وانتهت المباراة بفوز فيوتشر بهدف سجله أحمد عاطف من صناعة ممتازة معتادة من أحمد رفعت في الشوط الأول من اللقاء حافظ عليه فيوتشر ولكن كان الملاحظ أن الفريق اللي الرغبة المفروض تبقى عنده أكتر لتحقيق الفوز لم يهدد مرمى فيوتشر إلا في الدقيقة الأخيرة وكانت في وسط دربكة بعد إقحام عمر بسام ساهمة برأسية في وضع أحمد علي داخل منطقة الجزاء صوبة ولكن تقلق فيها محمود عبد الرحيم جنش في صدها فخسر المقاولون العرب رصيد المقاولون العرب دلوقتي 25 نقطة وبالتالي ده بيصعب بيزود صعوبة موقفه لأنه حاليا هو ضمن ثلاثي الهبوط فوقي بيأتي اللي بيتساوى مع الجونة في عدد النقاط 27 نقطة وبالتالي المنافسة دلوقتي بين التلاتة دول أنه كل واحد يوم عايز يشد التاني وكل واحد عايز يطلع المحبط في أداء المقاولون العرب النهاردة هو أنه كان واضح على الإحباط ده المحبط المقاولون العرب نادي عريق جدا لعبته المفروض أنه هما يبقوا ومش بهذا الاستسلام والاستسلام ده كان واضح من بداية المباراة لحد نهايتها لحد نهايتها رغم أن الفرق هدف واحد بس والنقطة أكيد أفضل مما فيش فالاستسلام ده هو اللي يزعل على اسم عريق ومليان أسماء كبيرة يعني أسماء اللاعبين لوحدهم بشكل فردي جيدة جدا فأنا اللي أحزني أن الأيام اللي فاتت شفنا الفرق اللي بتنافس ضد الهبوط بتلعب بشراسة وبتحاول ومش عايزة تفرط في نقطة مش عايزة تفرط في نقطة النهاردة المقاولين كأنه بيقول فيوتشار اكسبني أو أنا مش فارق معي الماتش بشكل غريب أعتقد أن لعيبة المقاولين بما أن الجهاز الفني هيتغير بما أن الجهاز الفني يتغير فدلوقتي القصة كلها لعيبة أكتر منها أي حد لازم كل لعيب مش يقف بس قدام المراية الوحد ولازم يكتمع مع زميله ويحسوا بأن الستة منشات اللي جاية ما فيش مجال لده ده ليس تشجيعا للمقاولون أو أنه رغبة في أنه يبقى والبقين يهبطوا لكن أنا بتكلم على الوضع بتاع النهاردة ده مش حلو مش حلو كرويا بالنسبة لنادي بحجم المقاولون بعد المباراة منذ قليل أعلن المقاولون العرب رسميا رحيل الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق اللي تولى المسئولية في منتصف هذا الموسم وتحديدا في ديسمبر 2021 وخاض خلالها 27 مباراة لكن من شهر مايو اللي فات ماكسبش المقاولين إلا المبارتين في مايو وحد مايو قدام المصري والتانية كانت قدام غزة المحلة في الجولة السابقة أو قبل السابقة قبل طبعا بينهما كان فيه التعادل مع الأهلي في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 معنى البديل الموقف الفترة اللي جاي عامل ازاي مع تفاصيل أكتر من خلال المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة في المقاولون بش مهندس محمد أهلا بيك منور الدنيا كلها أهلا بيك كابتنهاني تحياتي لي كل سادة مشاهدينك وعايز أعنيك بل زمالك خالي الدور أعني الزمالكوية هو الزمالكوية أصد هو الزمالكوية أخدوا الدوري خلاص من وجهة نظرك أنا أتخذ شوف أنا السنة اللي فاتت لو تتذكر في الحديث العكس أنا اللي فاتت برضو قبل ما ينتهي وتلك كل الشوائد بتقول يعني ما سابق الحقياب برضو ما خلينا منطقيين يعني وإحنا هنوات نتحك ألا ما بيش حاجة أكثر واحد ظروفة تتعالسين في المي يعني يعني طيب طيب ما تفتكرش أن الأهلي وبيرامدز لسة عندهم فرص ست جولات ممكن يحصل فيها الجديد أعايز رأيي بصراحة أعايز رأيي بصراحة الأداء والمجرد نادي الزمالك وأداء اللي قابين وأنا دايماً بقول انسى الفنيات ولكن لما يبقى فيه روح وفيه إصرار على الفوز ربنا بيكافئ المجدد زي تعليق حضرتك النهاردة على شكل اللي قابلت الموجه على بالضبط فأنا بأخذ الكلام ده نادي الزمالك النهاردة مشي أكثر من لعب يعني ناس معه والدنيا شايت مقلوبة على بنشارك لعب ماتشين ثلاثة من أرواع ما يمكن وفيه مدرب مجاهز لعيبة لعيبة بتطلع فيه روح الكلام ده كله بيديك يعني الصورة الكاملة القرار بيبقى على حق الصورة الكاملة مش من فراجها طيب وبنفس القياس هل معنى كده أن المقولين هبط؟ اطلاق بنفس القياس لسبب أن أنت عندك المقولين يعني أنت فرق بينك وبين نقطتين نقطتين يعني مباراة أنت عندك يعني برضو خلينا منطقيين أنا كان عندنا الأهلي وجاي وراه فيوتشان وجاي وراه بيرامد ودي عندها زي الزمالك وكان قابليهم الزمالك دي عندها لازم نبقى عارفين كويس أوي أن عندها إمكانيات لعيبة كويسة عندها مدربين كويسين فلازم برضو في كل الحجابات كان الأول مدربين الزمالك داخل بيرامد الزمالك بالصورة الزمالك لكن إعنا عندنا بعد كده خمس مدربين رجعنا للأنا كنت بقوله قبل ما حضرتك تنورنا في المداخلة ليه الفرقة؟ ما عندهاش الرغبة؟ يعني ما حسيتش النهاردة أن الفرقة دي الفرقة المقاولين اللي عايز يبقى في الدوري وانت تعودت مني الكلام بالصلاح فيه ضغط عصبي زيادة مخلل احنا كل الهجامات اللي كيف بتعصر لنا دا أخطاء من لعباتنا هيا اللي تدي القول عشانا ما يعجب يعني أنا بأعتقد أنه ممكن يكون الضغط النفسي والرغبة الشديدة يمكن وتحميل اللعيبة أكثر من الناس بوارد لأنهما برضو اللعيبة بقتمديش استعداء دا أو ما رميتش الفوط بالعجل فهيمكن الصورة إن شاء الله ربنا بيزن يقصح الأحوال اللي أنا بلسخ في اللعيبة برضو دي وبجهودهم إن شاء الله يعملوا نتيجة كبيرة قلت في بيانكم الرسمي من شوية أنه الكابتن محمد عودة اعتدر أكتر من مرة لأنه حسن الدنيا مش ماشي معاه لك أنت مسكتم بي وبعد مبارات فيوتشار أصر فوافقتم على الرحيل إيه تفاصيل مطالبات الكابتن عودة بالاستقالة الحد والله أنا عشان أكون صادق معك كابتن عودة بقى أكثر من أسبوعين ويمكن حتى بعد ماتش الأهلي متعادل كان مصر إن هو يمشي من منطلق أنت عارف ساعة بتبقى الكرة مش ماشية بقى مع المدرس وعودة من حبه للنادي كان مصر على هذا الكلام وهو كان مصر خلفترة بالسامة النهاردة يعني حتى بعد ممشيت من النادي ولسه من نفس الساعة قاعد يتكلم معاه ساعة حول سنيع أنا أعزل قرار لكن هو من نزل له مصر وبنتمنى له توفيق وهو في الناية ده من النادي ومأصرش معنا ولكن يمكن الكرة مش ماشية معها ودي بتحصل مع مدربين في كل وقت الكابتن عودة وكل جهازه طبعا أنت عارف حضرتك إن أي مدير فأني أنا بنترك له مطلق الحرية إنه يجيب الجهاز اللي هو عايزه علشان يبقى فيه تجانس يعني دايما مهم جدا التجانس يبقى مع المدير الفني ومع الجهاز اللي هو مظبوط عشان كله بيشير مسؤولية عادي مين البديل كابتن عادل؟ والله ما خبيش عليك والله يصدقني أنا لسه يعني بعد ما قعد أصر على هذا الوقت أنا لسه قاعد بقى بدرس بقى مجموعة من البدائل وحنشوف نعمل ايه؟ لو وصلنا الحل يمكن على بكرة إن شاء الله نعلن البدائل من النهاردة البكرة ممكن هنكون شوفنا البدائل وأعلننا الاسم معنى كده إن الموضوع ممكن يبقى رايح لأبناء النادي ولا لمدرب لسه ماشي من فريقيني؟ ده ده يعني بص ده مقترح أبناء النا؟ وده مقترح أه ومتقوليش أسماء لأن الأسماء اللي معروضة دلوقتي أنا بقولك بصراحة من بره النادي كتيرين جدا تمام وأنا في حالة من النذكر عشان ما تقشي لأي أحد لأنها كلها برضو أسماء ورموز كبيرة وأبناء النادي برضو في ناس ما ترشحين منهم إحنا أمك نصرارين للدي مع المنش مع الرئيس المجرس المزارة أأيوة ومجموعة من أعضاء المجلس منشوف القصة ستوصل لحد المجلس أه أن أصراره عودة يعني إحنا أعرفين إن هو بقاله أسبوعين عايزين وهم بتكلمه لك أصراره النهاردة قال لنا لا خلاص يعني أي ندور على البديل وربنا يوفقنا إن شاء الله ربنا يوفقكم ويعينكم بإذن الله بأشكرك جدا للمهندس محمد عدل المشرف العام على فريق الكرة في نادي المقاولون العرب اللي خسر فريقه اليوم أمام فيوتشر بهدف سجله أحمد عاطف فيوتشر على جانب آخر انتصاره النهاردة خليه في المركز الرابع برصيد 45 نقطة عشان يتفوق من جديد على طلاع الجيش اللي كان كسب أول مبارح في مباراته أمام الاتحاد السكندري وكان طلاع الجيش قعد لمدة يومين في المركز الرابع أو ختم شهر سبعة في المركز الرابع ليه بنقول شهر سبعة لأن ده الموعد الأقصى النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات القرية في النسخة المقبلة سواء دوري أبطال أو كونفدرالية ده مش معناه أنه إحنا لسه بعثين إحنا بعثنا بالفعل كالتحاد مصري أسماء المشاركين مع نهاية الدور الأول اللي هو يوم 6 يوليو بعد ما أنهى الأهلي مؤجلته الأخيرة بتاعة الجونة يوم 5 من شهر يوليو طيب ليه بقول إن ده رجعوا من جديد والمركز الرابع لأن القصة ما زالت قائمة وإن كانت وإن كانت لا يبدو أن تغييرا كبيرا سيحدث فيما أرسل من أسماء في شهر 7 يوم 6 ليه؟ دلوقتي تلاعي الجيش مبارح كان مركز رابع قال أنا عايز ألعب أفريقيا عايز ألعب كونفدرالية سموحة قالها طب أنا إفرد خلصت اتكلم على الدوافع في وقت من الوقات بيرامدز تتكلم على سياق آخر دوري أبطال أفريقيا ويبدو أكثرهم منطقية بالمناسبة باعتبار أنه طلاعي الجيش كان لعب 28 مباراة بنهاية شهر يوليو أما فيوتشر كان لعب 27 مباراة والنهاردة تساوى في القصص على مستوى الماتشات لكن بقى أكتر في النقاط فبالتالي ما بقاش فيها أزمة قوي أما بيرامدز فبيتكلم أنه حتى إذا تساوى الأهلي في مبارياته معي فهفضل أنا مركز الثاني بنهاية شهر يوليو فالمفروض أنا لشارك هنا بيطلع اسم وهنا بيطلع اسم طلاعي الجيش قاله طيب خلص إحنا عموما مش هنزعل فودونا بس البطولة العربية وأعتقد دي مش عليها خلاف لأنه طلاعي الجيش لو ما خلصش الرابع هيبقى خامس فطبيعي أن يروح بعد فرق الكمفدرالية ودوري الأبطال يروحوا للبطولة العربية هتخلص في إيه؟ ما نتوقعه تبقى لبعض المصادر اللي مش مية في المية مؤكدة أنه الزمارك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بيرامدز وفيوتشر في ألكمفدرالية كما أرسل اتحاد الكراءة المصري وبالحديث عن فيوتشر معنا على التريفون الكابتن محمد عبد الكريم المدارب العام لنادي فيوتشر كابتن عبد الكريم أهلا بيك مبروك الفوز النهاردة من أور الدنيا يعني النهاردة الفرقة كانت واضح أن هي عايزة ترد بعد الخسارة في الجودة الماضية اللي كانت محزنة بالنسبة لكم بعد مباراة قوية قدام الزمالك وتقدمتم وقات لكم عدة فرص وإهدارها هو اللي خلى المباراة لحد آخرها حماسية وممكن تتغير نتيجتها الحمد لله الحمد لله ماتش ماتش صعب مع فرقة محترمة وكاس فني محترم كابتن محمد عيودة زي ما انت قلت احنا الحمد لله من نهاية الدور الأولاني وطول الأسابيع اللي تلعبت في الدور الثاني احنا في مركز الرابع بعد مكسب الجيش مبارح الحمد لله قدامنا نشيل الضغوط برضو من على اللعيبة نحنا ننزل كان فيه ضغوط كتير قوي موضوع ان احنا نحاوز على مركز الرابع وموضوع ان احنا باللعب فرقة بالصرع على اللعيود فموضوع صعب جدا الحمد لله قدر كابتن عليه مبارح في المعاصكر اجتماعات مع اللعيبة نشيل من عليهم الضغوط وقال لهم هنلعب لعبنا ونخلق دوافع لللعيبة تاني الحمد لله هاني فالحمد لله قدنا مبارك ويسا وقلنا ممكن نفسه بكثر من هذا لكن في الاخر بقول الحمد لله وبروك للعيبة وجهز الفني والطارق على استعادة المركز الرابع السريع يعني الحمد لله بالضبط وكنتوا تكلمتوا على ما بعد بطولة كسر ربطة الدوافع قلت والاقتزان اهتز شوية لكن رجعتوا للانتصارات سواء الجولة قبل اللي فاتت أو النهاردة شايفين بقى ما تبقى من الموسم ازاي كابتن عبد الكريم يعني الحمد لله لازم بنقعد مع بعض لازم نخلق انا عارح زمن الضما yere ход solution كنا الدوافع بعد كسر ربطة وبعد الوصول لیاستغلبنا مبارايتين من نادي الاهلي والنادي الاسماعيلي trid نرجع تاني في مواصف البنك الاهلي لعيدنا بعد كده مع نادي فرق محترمة وجهز فني محsecurity ن瓜 بدلنا نعمل مواصف كويس واخسرنا הזبتة الحمد لله النهاردة انا نكسب فرق محترمة فابقول الحمد لله هنخلق هو ده دورنا لازم إن شاء الله نحافظ على المركز الرابع للنهاية الموسم فبنحاول نرايح بعض اللعيبة وبنحاول ندخل لعيبة تانية نهاردة زي محمود رز أول مباراة ليه في الموسم بعد إصابة طويلة فالحمد لله بأني على أداؤه واللي جاي أفضل إن شاء الله كل الفرقة وما فيش وقته كالتنهاية الدوري صعب جدا صعب جدا مضغط فوق وتحته والمنافسة على الدوري والمنافسة على المربع والمنافسة على الوجود فدوري صعب جدا في ظل الضغوط على اللعيبة دي وعلى أجهزة الفنية ما بنلحقش ما بنلحقش نعمل استشفى النهاردة خلصنا المواطش بكرة تمرين يوم السبتة عندنا غزة المحلة فالحمد لله على المجهود اللي بزلوا اللعيبة النهاردة وعلى التعليمات الكابتن علي اللهم عليها بين الشوتين إننا ضلعنا فرص كتير جدا من الشوت الأولاني والحمد لله اللعيبة برضو سعبت فعشان كده برضو ربنا كفاءة في الآخر المقولين ممكن يحرز هذا في التعادل بعد الأهداف اللي حنضيعناها لكن في الآخر ربنا إدانا تلات نقط غالين جدا بالظبط الفرقة بسبب أداءها السنادي على المستوى الفني وعلى مستوى الفردي لللاعبين وده لكم دور كبير فيه السنادي الحقيقي على مستوى تشكيلة اللاعبين وعلى مستوى تطوير أداءهم العيون كلها متجهة إليها وما بين نادي وآخر عايز لعبين من فيوتشر العنوين كتيرة قوي فيها كذا يريد أو يرغب في ضم لاعب فيوتشر كذا أنتوا موقفكم إيه من القصة دي بالنظر لأن الموسم اللي جاي فيه مشاركة إفريقية لأول مرة في تاريخكم والله يعني بص اللي انت بتقوله ده كله احنا كجياس فني بقلات كابتن علي بتسمعه برضو زي زي يعني زي اي لكن لسه لسه ما فيش قاعدة انتوا بتسمعوه أنا أحيان بقوله انا بقوله حضر احنا كجياس فني بقلات كابتن علي بنسمع الكلام ده لكن لكن كل أي حاجة تخص اللعيبة بالنسبة لل اللي جاي طبعا الكابتن علي محتاجين لعيبة زي ما انت بتقوله عشان الدوري السنادي جايب أحابة جدا والمشاركة الأفريقية فمحتاجين لعيبة لسه ما حضرش اجتماع بين الكابتن علي وبين الضارة لكن أي حاجة تانية تخص اللعيبة وتعقدات وماشي وحاجات دي كل الموضوع ده مع الكابتن عبظاهر الساقة الملف ده مع الكابتن عبظاهر ومجلس الإدارة لكن احنا كجياس فني لا احنا طبعا متمسكين بكل اللعيبة اللي موجودة معنا ويبلد كابتن علي مفروض ان احنا ان شاء الله هنضيف لعيبة تاني لان زي ما انت قلت انت الحمد لله الأداء السنة دي وتطوير اللعيبة اللعيبة كتير جدا الحمد لله ونوصلوا للمستوى ده فالحمد لله بنشكرهم عليه على استجابتهم كمان لطريق كابتن علي عمرنا ما هنغير طريقتنا احنا بقلنا حوالي 11 شهر مع الفرقة ان شاء الله اللي جاي أفضل طول ما المدة وطول ما عدد التمارين بيزديد وطول ما اللعيبة مركزة وليها هدف ان شاء الله تلاقيه ده أحسن من كده ان شاء الله عمر كمال بيشارك في الدقائق الأخيرة زي ما في ماتش الزمالك النهاردة يعني ايه الرؤية الفنية من ده هل إجهاد بيعاني اللاعب ولا بتحاول تجربه طبعا ان عمر 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 ورفعت لما راح المتخب واللعيبة دي كلها فالكابتن علي بقدر الإمكان بيحاول يعمل روتيشن للعيبة لكن كل اللعيبة احنا الحمد لله ما عندناش زي ما نقولك أنا بقولك النهاردة بقله أول ماتش ليه رسمي مظبوط يعني كان شارك في كاس الرابطة شوية لكن كان عنده صباط لكن الحمد لله احنا بنجهز كل اللعيبة مفيش عندنا لعيب أساسي واحتياطي كل الثمانتاشر أو العشرين للبرة الحمد لله ناصر مهر جعلنا هيبدأ ينزل التمرين عمر سافيولا يعني فيه لعيبة كتير جدا كانت بعيدة الفترة فاتت بالتبا بالصابة الفترة اللي جاءة ان شاء الله يرجعوا يبقوا اضافها جفاري والنهاردة بكلام عن عمر كمال فمحمود شعبان عمل ماتش حلو قوي في مركز الزهير الأيمن بصراحة يعني محمود شعبان وعمل ماتش الزمالك برضو كان كويس مهم قوي انكتب جهز كل اللعيبة عشان ما تحتاج محمود شعبان تلاقيه تحتاج عمر كمال تلاقيه فالحمد لله واعتقد ان دي باينة ناصر مهر غاب لعيب مهم غاب فترة الحمد لله ما حتناش بغيابه لكن اضافة لما يرجع يبقى اضافة للترق وهو ده اللي كابتن علي منوصلينه للعيب اعمل اللي عليك وبجيلك الفرصة الموضوع بتاعك انت مش فتاعة نحن احنا بنجهزك لندول الملعب ولما تجيلك الفرصة انت لتمسك بيها فده هدفنا وهو ده طريق شغلنا هاني فبشكر اللعيبة على الأداء وقال لهم مبروك النهاردة ونقفل ونفكر في ماتش غزل المحل بإذن الله كل التوفيق وبشكرك وببريكلك مرة تانية كابتن محمد عبد الكريم مدرب العام لفريق فيوتشر اللي كسب النهاردة على المقاولون العرب بنتيجة واحد دون مقابل بكرة ضمن نفس الجولة الرقم 28 يلتقي الأهلي مع فرقه مباراة قبل الكلام عنها مهم جدا الكلام على إحساس الأهلي الأهلي بقى سواء كجمهور الأهلي سواء كلاعبي الأهلي سواء كإدارة الأهلي أو كجهاز فني للأهلي الوضع الحالي أنا شايف حالة من الإحباط لا أرى أنها هي الطريقة الأنسب للتعامل مع الوضع الحالي لعدة أسباب رقم واحد أنه الدوري مخلصش طبيعي يبقى فيه حالة حزن بل وغضب طبيعي الأداء متراجع والعوامل كتيرة بقى ما بين إجهاد ما بين لاعبين نفسهم مأثرين ما بين تغيير جهاز فني سواء بسبب اللي فات أو بسبب الحالي ما بين قرارات إدارية مفهوم الغضب مفهوم لأنه لا ليه ليه نخسر كل النقاط دي ونفرط في بطولة دوري كنا قريبين منها لحد من ثلاثة شهر فاتوا كنا متصدرين أو لو كسبنا مؤجلاتنا نبقى متصدرين ده لسان حالة الأهلوية لكن الوصول بالهجوم والغضب إلى حالة إحباط وكأن الأمور انتهت أو كأن الموسم ده هو الأخير لا ده الأهلي الأخير الأهلي هيرجع طبيعي أنك تزعل لكن تبقى باصص خطوتين لقدام ما ده الأهلي اللي مقبل على موسم انتقالات صيفي هيعمل صفقات وبالتالي هيرجع هيرجع مرة تانية وده يمكن من الحاجات اللي هي استغلال للحاجات السلبية أنك فيه إيجابيات أن أنت بتدفع بقى دفعة نحوة أن أنت تحسن من الموقف الحالي في المستقبل فمهم جدا أنه مع حالة الغضب يستمر الدعم لأن العالم لم ينتهي بفقدان بطولة محزن الأمر وأن بطولة وراء التانية ودوري أبطال أفريقيا كانت نهاية محبطة جدا وواضح أنها أثرت على اللاعبين بشكل كامل ومعاها أن الدوري مخلصش الأهلي غدا يلتقي مع فاركو مباراة مش سهلة عدم سهولتها أن فاركو عائد للانتصارات فريق دفاعيا قوي حتى مع الإصابات الكتيرة اللي عنا منها خلال الموسم فاستاذ الأهلي ويأة السلام يلتقي الفريقان أعلن ريكاردو سوريش المدير الفني للأهلي قائمة الفريق اللي هتلعب بكرة فعاد إليها بيرسيتاو محتمل أن يظهر بكرة لكن بقي القائمة تعالوا نستعرضها مع حضراتكم الأهلي لمواجهة فاركو قائمة الأهلي زي ما هتظهر على الشاشة دلوقتي هيكون فيها محمد الشناوي في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شبير خط الدفاع محمود متولي محمد عبد المنعم حمد الله على السلامة رمي ربيع ياسر إبراهيم أيمن أشرف فيها وفرة بقى المرة دي مستوى مركز المساكين في ظل طريق الثلاثة أربعة ثلاثة اللي بيلعبها سوريش محمد هاني حمد الله على السلامة عائد من إقاف علي معلول محمد أشرف محمود وحيد لكن بيغيب عن الدفاع زي ما شايفين كريم فؤاد للإنذار الثالث خط الوسط بقى ده اللي فيه مشكلة لأنه أليو ديانج هو الوحيد اللي بصبغة دفاعية في خط الوسط وهو كمان بالمناسبة دفاعي لكن دفاعي منطلق يعني بيحب يزيد فده اللي مشكلة في غياب حمدي فتحي للإنذار الثالث اللي خده بعد ماتش المؤمنين العرب وإصابة عمر السلية يتواجد إلى جانب ديانج وأتوقع أن يكون جانبه في نص الملعب محمد مجدي أفشا بيتواجد محمد فاخري بيتواجد زياد طارق لويس مكيسوني وليد سليمان محمد نحمود لويس مكيسوني واضح جدا أنه بيقضي أيامه الأخيرة مع الفريق الأحمر في الهجوم بيرستاو وحسام حسن معنا كده من المستبعدين كريم فؤاد وحمدي فتحي تراكم بطاقات عمار حمدي وأكرم توفيق لسه مجهزوش حسين الشحات صلاح محسن أحمد عبدالقادر عمر السلية محمد شريف أحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر كلهم مصابون طيب دي قائمة الأهلي لمواجهة الغد اجتمع من شوية بقى شوية أخبار سريعة جدا عن الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي وبالمناسبة كان فيه كمان اجتمع ما بين الكابتن محمود الخطيب الرئيس للنادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة مع شركة الكرة كله في إطار دعم الفريق هنعمل إيه الفترة اللي جاية أنتوا يا شركة هتتسلموا ملف الكرة خلاص خلال أيام فالدنيا تبقى عاملة إزاي فيه تحرك نشيط جدا من الأهلي لإبرام السفقات ما بين الداخلية والخارجية وشركة الكرة فتحة خزائنها فتحة خزائنها بكل ما تملك قدي الفلوس وقدي الفكر والتخطيط والدماغ والمراكز اللي نقصة تعالوا نشتغل فالأهلي شغال بقوة من أجل حسم سفقات تهدئه هو شخصيا وتهدئ جمهوره بكل تأكيد لكن دايماً المفروض الأهلي يتعامل بما يحتاجه الأهلي مش بما يطلبه الجمهور حقك تطلب اللي أنت عايزه لكن الإدارة تبقى قائمة على أن أنا محتاج إيه مش الناس بتقولي علي خلينا نروح معاكم لقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الاجتماع اللي عقدة اليوم فكانت القرارات وبنقراها لأنها لسه خارجة دلوقتي من نادي الأهلي كالتالي يلا بي وفق المجلس على تفويد الكابتن محمود الخطيب ممثلاً عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي في التنسيق الكامل مع شركة الكرة لكل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالأهلي طبيعي متوقع منطقي ده الاجتماع وبعض الصور قدامنا فيها يعني شخصيات من الإدارة وشخصيات من إدارة شركة الكرة استعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبس التلفزيوني وكذلك آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول ورسوم الترخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق طبعاً هي الشركة متوقع أن يتكون أديدس استعرض المجلس خلال اجتماع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم الخاص بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة بالمناسبة النقطة دي كانت من الحاجات اللي قلت لكم محمد الضماطي عضو المجلس مستاء منها أنه شايف أنه التوصيف الوظيفي فيه مشاكل فالنهاردة الأهلي استعرض بقى الهيكل التنظيمي للشركة ومين مسؤول عن إيه نقش المجلس آليات العمل في شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها متضمنة التوقعات الخاصة بالتدفقات المالية خلال الفترة من 22 ل25 استعرض المجلس العلامة التجارية اللي هو الشعار للفريق الأول لكرة القدم مقطع النشئين وأكاديميات كرة القدم وأكاديميات كرة القدم للسيدات واعتمد المجلس هذه الشعارات وعرضت الشركة لكرة القدم التحليل الخاص بكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم من 17 ل22 طبعا التحليل اللي فات ده لغاية ما احنا استلمنا احنا كشركة فبنشوف اللي فات بتحليل بقى الفلوس والدنيا بتماشى ازاي عشان ابدأ نشتغل وإحنا حطين في اعتبارنا اللي فات وفق المجلس على انتقال نشاط كرة القدم بالكامل للشركة بمجرد انتهاء الموسم الحالي زي ما قلت لكم أول مبارح يوم 31 أغسطس سيسلموها في سبتمبر تكليف الشركة باتخاذ كل ما يلزم تجاه جميع العقود التجارية المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم بحضور اجتماعات الكونجرس للاتحاد الافريقي التي تعقد في تنزانيا خلال الفترة من 9-11 أغسطس ويتم خلالها مناقشة الموضوعات المتعلقة بدور السوبر الافريقي الجديد اللي بقى هيتحدد تبقى لتصنيف الدول كل دولة هيشارك منها كم فريق المغرب ممكن 3 مصر ربما 3 وكل دولة هنشوف هيشارك منها كم على مستوى السوبر هيظهر بقى ملامحه الواضحة بطولة دور السوبر بإذن الله بالحديث عن شركة الاهلي لكرة القدم واللي هتتسلم مهامها في شهر 9 هيتبع تسلم الشركة استقالات مش غضباً مش حزناً مش اعتراضاً استقالات طبيعية انتهى موسم الكل يقدم استقالتها الكل ده أصب بها اللجان اللي موجودة بتدير الكرة ما قبل شركة الكرة في الاهلي فالكل هيستقيل وكلمة الهيكلة والتنظيم الإداري اللي قرناها ضمن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه مع شركة الكرة النهاردة هي الغرض منها أو هو ده المقصود بقصة الهيكلة الكل هيستقيل ويتم إعادة الهيكلة فمحتمل بل وبنسبة كبيرة مش هتلاقي أغلب اللجان اللي موجودة دلوقتي إما باختلاف مسمياتها وإما باختلاف أساسا أدوارها فأقرب الأمور هو أن لجنة التخطيط لن تكون موجودة ده مش بسبب أن هي لم تدر الأمور بشكل جيد أو أن هي أخطأت أو أن هي مش كويسة لا هو لأنه خلاص انتهى الموسم وفي شركة بتسلم فهتغير احتياجاتها هتاخد اللي عايزة وتقبل استقالة اللي مش عايزة في هيكلها فهتلاقي مسميات جديدة ممكن نفس الأشخاص في مسميات أخرى لكن لجنة التخطيط أساسا بما أنها بينتهي دورها في النادي الأهلي في الأيام القليلة المقبلة كانت إيه دورها؟ هي لم تكن تقترح أسماء تعاقدات ولم تكن تتفاوض هي كان دورها بشكل كامل هي أن الكابتن محمود الخطيب المشرف على فريق الكرة مكلفها أن هي تحط خطط وأفكار وتروح لمشرف العام تقول له احنا شايفين كذا وكذا وكذا ياخد هو الأفكار ويجتمع مع القطاعات المختلفة اللي هي سواء قطاع الناشئين أو فريق الأول لكرة القدم بما أنه السياسة الواضحة نحن ما مش بنتدخل في شغل الجهاز الفني فلا أنتوا قلتوا رأيكم أخدنا الرأي وروح أتكلم وده كان الخلاف الأبرز اللي هو حصل ما بين لجنة التخطيط ومسيمان أنه كان رأيهم أنه لأ أنت بتعمل كذا وكذا وكذا والراحات واللعبين والفلوس اللي مدفعها على اللعبين وما يتمشي الاستعانة بيهم خالص والضرر اللي هيجي لاحقا فكان ده نقطة الخلاف الأبرز اللي وقتها مسيماني لم يتقبل فكرة تغيير مخطط الأحمال فلم يقبل فقال أنا ماشي شكرا امشي احنا كده كده هنمشيك بس مش دلوقتي فمشي مسيماني على مستوى الشكل الفني لجنة التخطيط بيكون دورها أن احنا شايفين أن الفريق محتاج كذا وكذا وكذا في مراكز بنوديها للمشرف المشرف بيوديها لإقدارة التعقدات إقدارة التعقدات بتبدأ تشتغل تتفوت تجيب أسماء تعلنها تعرضها على لجنة التخطيط تقول رأيها بعد طبعا ما المدير الفني يقبل بهذه الأسماء فيه آراء اتخذ بيها أغلبها في قطاعات الناشئين وفيه آراء لأة في قطاع فريق الأول لكرة القدم وبعض الآراء قبلت على مستوى فريق الأول لكرة القدم ونفذت لجنة التخطيط بما أنه أيامها الأخيرة على مستوى المسمى طلبت تعقدات كتيرة قوي حراسة مرمى ظاهير أيسر اتنين قلت لكم باك يمين أو اتنين إذا يمكن خط الوسط أن يتم دعمه بلعبين على مستوى خط الوسط الهجومي تحديداً مش الأجنحة الأجنحة مهاجم أجنبي ولا بد منه مساك أجنبي تعويداً لرحيل بدر بنون وآخر مصري لأن المكان ده ترى فيه لجنة التخطيط أنه مفوش وفرة رغم وفرة الأسماء لكن مفوش وفرة مما يحتاجه الأهلي وده اللي هيشتغل عليه الأهلي يقول لكم صفقة كريم ندفد هيرجع الأهلي بنسبة كبيرة كريم ندفد كان الأهلي أعاروا بداية الموسم ده إلى فيوتشر لمدة سنة وفي نص السنة دي الأهلي رجع محمد عبد المنعم اللي كان أعاروا مع كريم ندفد وطلعوا بيانهما الاثنين الأهلي وفيوتشر فقالوا أنه إحنا هنرجع في إطار العلاقات والتعاون المسمر بين النديين هنرجع محمد عبد المنعم لأنه كان الأهلي محتاجه في كاس العالم الأندية بعد بطولة قمم إفريقيا فهنرجعه لكن باتفاق أن مونو عبد الرحمن مانو لاعب الأهلي هيروح ما لعبش كتير مع الفرقة وكريم ندفد ستمتد إعارته موسما آخر وبالتالي كريم ندفد بعد ما كانت سنة اللي بتخلص فيه سنة تانية ده تبقى للاتفاق لكن الأهلي حاليا بيسعى محاولا جاهدا أنه يرجع كريم ندفد باعتبار أنه ده لعب عارف الدنيا ماشية زي في الأهلي مش هيحتاج وقت للإندماج وفي نفس الوقت هو إعارة هنطلب بس من فيوتشر أن الإعارة دي تبقى سنة زي ما كنا متفقين وممكن ده يحصل فيه تعاون آخر ما بين أسماء من هنا إلى هنا ومن أسماء من هنا إلى هنا فيرجع كريم ندفد وكمان إحنا محتاجينه فنيا في خط الوسط الهجومي أو خط الوسط اللي ليه أدوار هجومية اللي هو مركز رقم تمانية واللعب جوكر كمان بيشارك فيه أكتر من مركز ومستوى السنادي يعني كان أحسن بكتير يعني باعتبار أنه كان مفوش إصابات ما شاء الله عليه بعد ما كان مواسمه الأخيرة في الأهلي ثلاث مواسم سنتين ونص أو ثلاثة مليئين بالإصابات ولم يظهر مع الفريق الأحمر خبر أخير عن الأهلي أبد الفاصل لأن معنا أخبار مهمة جدا عن الزمالك المتصدر أنه لجنة الحكام رأت في تقرير حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب أنه الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي لما يدخل إلى غرفة الفار بالمناسبة هنتأكدنا إحنا كمان من ده لكن ما فعله هو أنه راح لغرفة خلع الملابس بتاعة الحكام اللي هي قد يغرفة خلع الملابس بتاعة الفريق المستضيف وقاد الضيف وقدمها غرفة خلع الملابس بتاعة الحكام دخل لهم وراح قال لهم لو سمحتوا شرحوا لي قرار إلغاء هدف حسام حسن اللي جي في الديها الأخيرة ليه؟ فقلوله عشان كده وكده وكده تمام؟ شكرا أنه مش لكن فكرة أنه دخل غرفة البار لجنة الحكام في تقرير الحكام لم تجد ده وبالتالي نفت كمان الربطة أنه تم إيقاف الكابتن السيد عبدالحفيز أربع مباريات زي ما قالت بعض التقارير خلال الساعات المقبلة ربط الأندية قررت قرارا آخر لكن هنقوله بخصوص الزمالك بعد الفاصل في الماتش خليكم معنا أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش الزمالك انتصاره بالأمس على بيرامدز كان مبهجا بكل المقاييس بالنسبة لجمهوره انتصار على المنافس الأول ليه في الدوري أبعدته وزودت الفارق كمان مع الأهلي وده قبل ست جولاته الروح كانت عالية والجمهور بيدعم فكل العوامل بتقول ان الفريق ماشي في الطريق الصحيح وبالتالي كان الكل منتظر هيتعامل ازاي فريرة بعد المباراة النهاردة اجتمع بلاعبي وقال لهم شوية رسائل مهمة جدا عن الفوز على بيرامدز احنا قاها في المركز الأول لكن احنا مبارح حققنا المطلوب مننا مبارح لكن لسه عندنا جاي فتعالوا نحققوا علشان ناخد الدوري بجد الزمالك حصد بطولة الكأس قبل أيام لكن هي النسخة الماضية والدوري يبدو قريبا من حسمها قال اوجه التحية لكم بعد الفوز على بيرامدز نفذتم المطلوب منكم حققتوا بثلاث نقاط هامة اطالبكم بضرورة غلق صفحة مباراة بيرامدز والتركيز على المواجهة المقبلة اللي هي الجونة يوم الجمعة لا وقت للراحة عليكم وصلة التحدي والقتال حتى اخر دقيقة من اجل الوصول الهدف المطلوب بطولة الدوري لم تنتهي بعد احذركم من الاستهتار في اي مباراة المشوار ما زال طويلا والفريق الباحث عن بطولة يلعب حتى اخر دقيقة من عمر اخر مباراة ده كان كلام فريرة للعبة الزمالك النهاردة بعد الفوز على بيرامدز بيه الامس بثلاثية دون مقابل هسيب الزمالك بالكلام عن بيرامدز وهرجع للزمالك تاني لكن اقولكم حاجة عن بيرامدز بيرامدز لسه لسه الدوري في الملعب وده اللي هم بيحاولوا يثبتوا بيه اقدامهم دلوقتي داخل النادي انه اه فقدنا ثلاث نقاط مهمة بقى الفارق بيننا وبين المتصدر سبع نقاط والمتشات اللي جاية مش سهلة لكن ديس الدوري موجود ففي محاولات من الفرق ان هي يلموا الشمل ان هم ما يتهزوش وما يبقعوش اكتر من كده ولو ما خدناش الدوري فنبضل في المركز التاني ده اللي بيفكروا في دلوقتي ولكن احمد فتحي احد نجوم الكرة المصرية الكبار قائد المنتخب الوطني السابق ونجم فريق بيرامدز بقالو خمس ماتشات ما بيلعبش مع الفرق وما بيدخلش اساسا القيمة مرة كان موقوف واربع مرات تالية اخرهم كانت مباراة الامس متوقع كمان ان ده يزيد في الماتشات اللي جاية تاكيز جونيوس بيعتمد على عمر جابر وعلى احمد توفيق في مركز الظاهير الايمان احمد فتحي امبارح أبلغ مسؤولي نادي بيرامدز ان موسمه الحالي هو الاخير في صفوف الفريق طالبا منهم انه لو جاله عرض وهو بنفسه بيشتغل على ان يجيله عروض بل وعنده بالفعل عروض يتم قابلها لانه لا ينوي الاستمرار مع نادي بيرامدز من جديد ليه؟ بسبب انه بيخرج هو بيقول انه هو لم يعتاد في تاريخه الكروي انه يقعد خمس متشات ما بيدخلش وهو لائق فنيا وبدنيا انه ما يدخلش القائمة طبعا كان فيه تبرير من جانب بيرامدز ان الجاهز بيكمل فعمر جابر واحمد توفيق ليهم في الملعب هم المكملين لكن احمد فتحي رأى ان الاسلوب نفسه غير مقنع بالنسباله فقبلغ ادارة نادي بيرامدز الرحيل بنهاية الموسم الجاري عقد فتحي لما كان في الاهلي وراح الى نادي بيرامدز ثلاث سنوات لعب منهم اتنين التانية بتخلص السنادي والتالتة اللي جاية وهو لا ينوي ان يلعبها مع بيرامدز ماذا عن التالي؟ ماذا عن التالي؟ احمد فتحي يرى ان موسمه المقبل ربما يكون الاخير ربما لكن هو قادر على العطاء احمد فتحي اهلاوي كبير اهلاوي كبير ورحيله عن الاهلي ما كانش بالصيغة السيئة كان فيه شوية شد وجذبه لا ده انت رايح بيرامدز كان هو كتب بيان والبيان كان قوبلة بشكل جيد احمد فتحي على فكرة لغاية دلوقتي لو على واتساب صرته بتشيرت الاهلي درع كده الدوري ولابس شيرت الاهلي هو بالنسبة له فتحت خطوط اتصال مع بعض المسؤولين في الاهلي ليرغب في الاهلي ليرى هل ده ممكن؟ الاهلي محتاج ظهير ايمن وده ضن افكاره في المرحلة المقبلة لكن في نفس التوقيت فيوتشر قدم عرضا شفاهيا لأحمد فتحي ليتواجد مع الفريق في المرحلة المقبلة فيوتشر بالنسبة لأحمد فتحي برضو ممكن لكن هو عنده ربما أولويات تانية لكن ده دلوقتي نقاش فيوتشر بالنسبة له أحمد فتحي اسم كبير ده ندعم بالفرقة عندنا أفريقيا السنة اللي جاي عايزين الخبرات عندنا خبرات لكن عايزين خبرات أعلى أحمد فتحي من جانبه بيدرس هذا الأمر وهذا العرض وساعتها يكون التفاوض ما بين بقى الناديين باعتبار أن عقد أحمد فتحي مازال موجودا في نادي بيرامدز كان فيوتشر على فكرة السنة اللي فاتت كمان كان عايز بداية الموسم أحمد فتحي بعد ما صعد إلى الدور الممتاز بعد ما تحول اسمه يعني من كوكاكولا إلى فيوتشر وبالتالي الرغبة قائمة والعلاقات قائمة بين الإدارة واللاعب طبعا النائب أحمد دياب الكابتن أحمد شبير علاقته قوية قوي بأحمد فتحي نجم الكرة المصرية وبالتالي يبدو الأمر محتملا أن يحدث نرجع للزمالك ماتش الزمالك اللي جاي بعد الجونة هو مباراة المقصة كانت المفروض تتلعي بيوم الاثنين لكن النهاردة رابطة الأندية أعلنت أن المباراة أجلت لمدة 24 ساعة والسبب في كده هو أن أستاذ القاهرة أرسل خطابا إلى رابطة الأندية بيقولوا أن إحنا محتاجين من يوم اتنين ليوم تسعة ليوم تمانية أغسطس راحة علشان إصلاحات في أرضية الملعب المباراة المباراة كانت ما بين الزمالك وبيراميدز فاستاذ القاهرة قال للربط سألنا الرابط قالوا لنا أن الزمالك والمقصة يتأجل يوم في نفس الملعب طب ليه ما تنقلش ملاعب أخرى الإجابة علشان في نفس اليوم يعني في ملاعب أخرى لأنه إحنا مش هندخل في نفس الجدل بتاع طلبنا ورفضا وإحنا ما عندناش وقت مباراة تلحم في مباراة تانية واستاذ القاهرة طلب فبالتالي سألنا أستاذ القاهرة أتخلص إمتى قال لنا هو يوم الماتش نفسه طب نلعب تاني يوم قال لنا تمام فالمباراة أجلت لمدة يوم كان من المقرر أن الزمالك يلعب مباراة يوم الجمعة يعود يصل يعني فجر السبت يريح يلعب الاثنين ما بيتش الاثنين بيت التلات طيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني روي بيتوري وصل إلى القاهرة بدأ الشغل الشغل بقى اللي هو في الأرض ده اللي هو يحضر الماتشاب بنفسه ما يتفرجش على اللابتوب اللي هو مساعدين ما بيتفرجوش ويقلوله بس لأحنا رحين كلنا هنقسم بعضنا طلب حاجات كتير قوي من أنه يجتمع مع مدربي على أندية عجبتني قوي الفكرة دي مع كل مدربي الأندية طلب التنصيق مع كل مدربي أندية الدوري الممتاز بل والممتاز به أنه يتابعهم كمان عجبني النشاط وعجبني أنه فكرة أربع سنوات عقد بدأت تتضح دلوقتي أسبابها أنه الراجل بيحط خطط مستقبلية مش مجرد خطط شهرية بتاعت التوقف اللي جاي التوقف اللي بعده واضح أنه هو بيرسم بلان وبيمسك خطوطه وخيوته بشكل واضح فإنه يجتمع مع المدربين إيه السبب؟ قال النهاردة في حواره وإنه السبب في ده هو أن أنا عايز أعرف من كل مدرب شايف إيه وإيه اللي عيب اللي يرشحهم أنا مش عايز مجرد أعمل تغييرات في المنتخب والهيكل بس أنا محتاج تغييرات علشان التغييرات تفيدني الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى حواراً مع روي بيتوريا بعد الوصول إلى القاهرة فدعالوا نشوف مع بعض ماذا قال في هذا اللقاء قبل ما نرجع نكمل أخبارنا المختلفة أهلاً بحضراتكم مرة تانية في الماتش الزمالك النهاردة اتمرن كان اللاعبون الأساسيون في مران استشفائي أما غير الأساسيين فاتمرنوا تدريبات قوية وده استعدادنا لمواجهة الجونة يوم الجمعة اللي الزمالك هيسفر لها يوم الخميس الظهر علشان يلعب مباراة التساعة مساء الجمعة مع فريق الجونة الباحث عن النقاط الثلاث من أجل تأمين وضعه في الدوري المصري الممتاز وده اللي بيصعب المباراة على الزمالك أو بيخلي المباراة مش سهلة حتى وإن كان الزمالك لي اليد العليا في هذه المواجهة لكن على مستوى بعض اللاعبين اللي اتعرضوا لإصابات بالأمس اتكلمت النهاردة مع محمود حمد الوينش أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري مش بتكلم على مستوى مركز الدفاع بس لكن اللاعبين المحترفين الحقيقيين واللاعبين المخلصين جدا والفنيين اللي بيفكروا بمجههم رغم قوتهم في اللاعب فالوينش الحمد لله طمنت عليه قال لي أنا زي الفل وما فيش حاجة كانت ربع ساعة صعبة فقط فيها الذاكرة والنهاردة كان الحمد لله كويس وأموره الحمد لله زي الفل ربنا يحميك يا وينش ويحمي كل لعبتنا في الكرة المصرية ويحميكم جميعا إن شاء الله يا رب بإذن الله ظهر بالتالي داخل نادي الزمارك وعمل تدريبات تأهلية مع الجمينيزيوم وخضع لفحوصات أكدت سلامته بشكل تام نفس القصة ممكن إنه هنقولها على محمد عواد محمد عواد كان قاعد خمس دقيقة مبارح ماسك عضلات وماسك ركبته فما بقيتش القصة باضحة بل وقام سخن محمد نديم البديل قبل ما عواد يكمل المباراة عواد جاهز لمباراة الجونة تبقى ليه التقرير الطبي اللي قال عنه الجهاز الطبي اللي نادي الزمارك برئاسة الدكتور محمد أسامة وقال إن كان اشتكى من إصابة عضلية بسيطة لكن كان من المباراة وسيشارك بشكل طبيعي في لقاء الجونة طبعا غياب أبو جبل أو رحيل أبو جبل ما خلي النقطة دي ممكن تبقى هي الحاجة الوحيدة اللي مقلقة لأن الناس ما شافتش محمد نديم ما شافتوش لكن بالمناسبة يعني طبعا سيد عطية كمان بيغيب عن اللقاءات السابقة لأسباب فنية عادي فممكن حتى هو لو انضم الناس شافتو مثلا في بطولة تكسر ربطة مباراة أو اتنين فبيحسوا إنه لا أنا شايف إنه الثقة المفروض تبقى أكتر وهي متزايدة من جمهور الزمارك تجاه لعبية نفس الألأ اللي كان عند جمهور الزمارك من اللاعبين الشباب بل والانتقاد كلقطة أولانية قبل ما ياخدوا مساحة يتفرجوا ويشوفوا التطور عامل إزاي لأن الموضوع لا ده يستهلوا الثقة بتكلم على سيد عبد الله بتكلم على حسام عبد المجيد على سيف فاروق جعفر على يوسف أسامة نبيه على محمد طارق كمان على ماجد هاني مشاركات كانت قليلة بالآخر اتنين بنسبالنا لكن بنتكلم على المشاركات عموما طبعا كون محمد عواد مؤثر وفي أحلى فرمة بيعيشها من سنوات بخلي الناس ألانا لو غاب لكن لازم برضي يبقى عندهم الثقة في بداء العواد حتى وإن كانوا شبابا من وجهة نظري في سياق آخر على مستوى الزمالك فقصة المهدي مبارك كلاعب الفتح الرباطي اللي الزمالك بيفوضه الأستاذ مرتضة منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع في إحدى اجتماعاته مع أمير مرتضة منصور المشرف على فريق الكرة في نادي الزمالك شدد على ضرورة السرية علشان تكتمل كل المفاوضات وقال إنه اسم اللاعب ده خرج للإعلام هو نفى إعلاميا أستاذ مرتضة منصور إنه هو الأسماء اللي بتقال دي بيتم التفاوض معها لكن في سياق آخر تكلم في إنه ضرورة إنه أي حد بيخرج معلومة أمير أكيد ما بيخرجش ولا معلومة خاصة بالسفقات كنا احنا أول ناس قلنا موضوع المهدي مبارك لكن تكلم في إنه أي حد بيخرج معلومة من فريق العمل ضرورة إبعاده عن أي تفاوضات حفاظا على سريتها ومنعا من تدخل أي أندية أخرى لمزاحمة الزمالك بالنسبة لسفقاتها Pyramids نجمه دونجا اللي شارك مبارح في الشروط الثاني من المباراة اللاعب الدولي الزمالك لسه بيخطط من أجل الحصول على خدماتها بقى لنا سنتين بنقول لفس الخبر أنا عارف مش حاجة جديدة لكن يبقى الجديد بقى هو أن الزمالك يتكلم مع Pyramids ويخلصه والزمالك يتكلم بشكل ودي مع Pyramids و Pyramids طلب فلوس جمدة كويسة رقم كبير يعني فده اللي معطل لكن هتوصل لفين الزمالك بيحاول الضغط من أجل الحصول على لاعب Pyramids اللي بيعوض أكيد غياب طارق حامد بمناسبة طارق حامد النهاردة عقب الاتحاد السعودي لكرة القدم أو يعني مش لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقبه نادي اتحاد جدة السعودي بالإيقاف عن القيد الفترة الانتقالية المقبلة مش الحالية مش الصيف المركاتو الشتوي فترة تالية بالضبط ده اللي جيه في نص العقوبة وبالتالي لا قلق على قيد طارق حامد ضمن صفوف فريق نونو سانتو تواصلنا احنا مع أحد المسؤولين في نادي الاتحاد جدة السعودي وأكد هذه المعلومة أنه الانتقالات الصيفية مفهاش مشكلة والقيد هيوقف في انتقالات الشتاء مش عايف إيه ليه لكن أعتقد أنه بالنسبة لهم بما أنه القرار طلع دلوقتي يعني فبالتالي يطبق على أقرب فترة مش على الفترة الحالية مش هيقول له يعني ماشي اللعيبة اللي انت جبت لكن ده فيما يخص طارق حامد فيما يخص بقى أشرب بن شرقي الآن أصبح الأقرب اللي ضم أشرب بن شرقي هو نادي الجزيرة الإماراتي تواصلنا مع أحد المسؤولين هناك وأكد لنا أنه قادة تفاوض بيسير بشكل جيد بل وده الكلام ده الظهر قدنا أنه خلال ساعات ممكن يحصل التوقيع وممكن نعلن فبالتالي الجزيرة بيتكلموا على أن الموضوع رايح في سكة أن أشرب بن شرقي سينضم إلى الدوري الإماراتي جمعنا لكم بقى كل الأندية اللي كانت بتفاوض أشرب بن شرقي ما بين اللي كانت قريبة ما بين اللي كانت بشكل ودي ما بين اللي كانت من بعيد لبعيد تعالوا نستعرض أندية فاوضت بن شرقي حتى اقترب الجزيرة لضمه طبعا بنتكلم هنا على الجناح المغربي الأيسر السابق لنادي الزماني الوحدة كان أول نادي إماراتي فكر في التعاقد مع بن شرقي تراجع بسبب قناعات الجهاز الفني الموجود بالأجانب الموجودين في الفرقة النصر الإماراتي ظهر في الصورة رغم التحفظ في البداية على التفاوض مع اللاعب تحسبا لأنه يجد عقده مع الزمالك لكن بعد رحيله بشكل رسمي زاد الاهتمام باللعب الجزيرة يتابع اللاعب وهناك رغبة من الجهاز الفني للتعاقد مع بن شرقي كايزر هو المدير الفني فتح الفريق الإماراتي خطا من المفوضات مع المغربي وأصبح قريبا وبمناسبة الجزيرة من الأندية اللي موقع توقمة مع الزمالك من 4-5 سنين لو تفتكروا وقت ما السوبر الإماراتي كان بيتلعب هنا في مصر نونو سانتو مدرب الاتحاد السكندري متحمس ضمن بن شرقي لكن الصفقة لم تحسن بعد أنا قلت السكندري معنش صعب على الاتحاد السكندري الشوية دلوقتي الاتحاد السعودي نونو سانتو كان عامل مع فريرة في بورتو البرتغالي ونجح في جمع معلومات عن بن شرقي نفس القصة بالنسبة لطرق حامد لما حصلت نونو سانتو بيقول أن أستاذي ومعلمي هو فريرة مسؤول نادي الشباب السعودي أيضا ينتظرون ردا من المدرب بسانتي مورينو للدخول في مفاوضات مع بن شرقي للتعاقد معه والمدرب الإسباني طلب مهل للرد على المسؤولين تأخرت شوية مورينو لأنه غالبا الجزيرة حصل خلاص مسؤول الشباب كانوا دخلوا في مفاوضات مع وكيل بن شرقي عشان يعرفوا طلباته المالية وأخيرا الأهلي كان فتح خطا مع المفاوضات مع بن شرقي عبر وسيط وقدم عرض بقيمة 2 و 2 من 10 مليون دولار وحتى الآن يعني شايف أنه ربما يكون فيه أمل وإن كان الأمل يبدو غير كبير لضم اللاعب لكن الأهلي طبعا مش واقف على بن شرقي بس والأهلي كان شايف أن بن شرقي كواليتي مختلف عن الموجود لكن هو كده كده شغل في كل الاتجاهات منهم المركز ده باعتبار أن فيه أجانب سيرحلون عن الأهلي إلى جانب الأجنبي اللي رحل بالفعل وهو بدر بانون طيب كافتن محمود جابر الموديل الفني لمنتخب الشباب احنا هنلعب بكرة مع منتخب الجزائر مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العرب في السعودية اتكلم أن المباراة هي عبارة عن منافسة شريفة أخوية ما بين الفريقين هنمضي بإذن الله في طريقنا نحو النهائي إن شاء الله كل التوفيق أنا مبسوط جدا بأن بيتوريا كمان بيتابع كل المنتخبات اتكلم عن اللعيبة المصريين اللي ما بيجوش ما بيلعبوش في مصر عشان بيست بيلعبوا في أوروبا عشان يتابعهم بمختلف أعمارهم ففكرة إنه بيعمل داتا بيز أو قاعدة بيانات يعرف يتابع من خلالها ويضم ويشوف دي نقطة حلوة قوي زي ما قال في الحوار بمناسبة بحيي اتحاد الكرة إنه من خلال يعني الإعلام إدارة الإعلام في اتحاد الكرة بتظهر بشكل أكتر بتعمل حوار كنا محتاجين وإنه نسمع رأي الراجل عن الكرة المصرية وعن الدنيا ماشية إزاي معاه الأخبار بقت أسرع كمان ناقص بس تفتحه لتعليقات عشان عادي لو حتى ناس بتشتم غلط الناس تشتم لكن حتى لو الناس بتعبر بغضب عن اتحاد الكرة أو كده دي مش حاجة تعيب اتحاد الكرة ما تقلوش منها ويسيبوا الناس تقولوا اللي هي عايزة لأن انت في الآخر مؤسسة كبيرة مسؤولين عن كرة القدم المصرية فعادي أن انتوا تتقبلوا زي الإشادة وتتقبلوا برضو الانتقاد اللي أحيانا بيكون غلط وبنقول الناس إنه غلط لكن يقولوا ما تبقوش قفليني التعليات شان مش حلوة في حق المؤسسة نفسها مؤسسة اتحاد الكرة المصري كانت محمد وحبة المدير الفاني المنتخب الناشئين أشادة جدا بمستوى المنتخب إمبارح عمر سيد معوط نسجل هدف الفوز على منتخب السعودية مباراة الدية هناك في السعودية والدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة ورئيس البعثة لمنتخب 2006 برضو أشاد بالمنتخب وقال إن هم قدموا أداء متميزا وجه الشكر للكل على الروح الرياضية العالية اللي تحلوا بيها وطالبهم بتقديم الأفضل في اللقاءات المقبلة سموحة بيفوض الأهلي علشان أحمد رمضان بيكم ومحمد شكري يتم تمديد الإعارة بالنظر لأنه حمدي علاء ومروان حمدي راجعين الزمالك بعد نهاية أعارتهم ودول كانوا من اللاعبين اللي فريرة طلب عودتهم وكمان إن عبد الكبيري الوادي ماشي فهم اشتغلوا على جونيور أجايدة مو بمدة ثلاث سنوات فالفرقة بتحاول إن هي تعمل شك للموسم اللي جاي بعد التجديد للكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق في نقطة عاملة مشكلة لسوارش وهي إنه مطلوب منه يقيم اللاعبين اللي موجودين عنده وفي نفس الوقت مطلوب منه يكسب وبالتالي هو بيشرك اللاعبين عشان عايز يكتب تقارير مين اللي عايزه ومين اللي مش عايزه ومين اللي يمشي ومين اللي ما يمشيش فبيلعب بميكي سوني رغم إنه تقلقه ما تقلقش بميكي سوني كده كده هيمشي أو يعني الدنيا إحنا شايفين إنه صعب وإحنا عندنا قناعة فما تقلقش قالهم لا لازم أجرب فجربوا هل ليه ما نقتنع هو كمان لكن هو وقع في حفرة إن أنا عايز أكسب عشان الناس عايزة نكسب وعايز أجرب عشان الناس عايزة نجرب بس ما ينفعش أجرب عشان لازم أكسب فدي قصة قد يكون النقطة اللي تكلموا معاه فيها في الأهلي هو إنه اسمع شوية من كابتن سامي أمصان اسمع شوية من كابتن سامي أمصان لإنه قدر منك بالفترة الماضية لكن هو بيقول أنا عايز أطبق أفكاري وأنا بستغل ده فإن أنا أشتغل الموسم اللي جاي بشكل كويس وهعملكم السحر زي ما قال في المؤتمر الصحفي في اللقاء السابق طيب دي كانت الأخبار الكابتن حسين البدري تكلم المدير الفاني لفاق سطيف إنه هيعمل فريق جديد يلبي طموحات الفرق أو الجماهير الجزائرية قال إنه هيعمل مشروع في إعادة بناء الفريق في السنوات المقبلة وفاق سطيف كان لعب وعمل شكل كويس في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية وكابتن حسين البدري خبرة خبرة كبيرة أو مع البطولات الإفريقية فقادر على إنه هو يشكل فريقي نفس كل التوفيق للكابتن حسين البدري بإذن الله دورة الإدارة الرياضية في سيتي كلوب العبور بالتعاون مع جامعة ليبزج الألمانية كنت لتلكم إنهما أعلنوا عنها في إدارة نادي سيتي كلوب انطلقت بالفعل النهاردة الثلاثاء أول دورة تدريبية هي أول ثمار التعاون ما بين سيتي كلوب وإدارة المنشآت الرياضية وجامعة ليبزج فيه خمسة وخمسين مشترك واحد وعشرين عضو باللجنة الألمانية السورية حضروا من خلال تقنية زوم الدورة مستمرة لمدة أربعة أيام العميد محمد مورجان رئيس مجلس إدارة الشركة ألقى كلمة رحب خلالها بالموجودين والمشاركين وعلى رأسهم المحاضر الألماني ساندي أدم أنا عجبني جدا تحركات شركة سيتي كلوب وأنهم ماشيين بشكل بعيد عن الخناءات وبعيد عن المشاكل وكله رايح ناحية التطوير سواء تطوير الإدارة أو تطوير المنافسات أو تطوير الرياضيين على مختلف الألعاب أو حتى خدمة المنتخبات والأندية الأخرى الرياضية فعجبني أنه تطوير حقيقي مش أنه إحنا بقى بنفيك أو بنظهر بس في العنوين فطول ما فيه خطوات جدية الحقيقة الناس دي تستحق الإشادة برافو ونتمنى أن يكون ده دور الكل في الفترة المقبلة بإذن الله عالميا وقبل الفاصل عشان هينوارني نجم كبير أو من نجوم الكرة المصرية الدولي الكابتن علي غزال كمان شوية تشيلسي النهاردة ضم اللاعب اللي أكيد هتاخد وقت شوية عشان تعرف تنتقه بسهولة تشوكو ويميكا تشوكو ويميكا هو جاي من أستنبيلا لعب عنه 18 سنة لعب الموسم اللي فات مع أستنبيلا بعض المباريات تقريباً أربع متشات عمل أسست وهو بيجيد اللعب في خط الوسط هو إنجليزي اسمه كارني تشوكو ويميكا لمدة خمس سنوات لسنة 2028 صفقة تبدو جيدة تشيلسي ماشي كمان في كوريا أتمناها جداً مدافع برايتون اللي هو بيلعب ناحية الشمال يا رب تحصل عايز كمان ويسلي فوفانا من ليستر سيتي وضمه كمان حارس مرمة منذ قليل أعلنوها بشكل رسمي هم لقوا إن الأسماء الكبيرة مش جاية وكل ما نبص الإسم برشلونة ياخدوا مننا فاتعالا نروح للمستقبل ده حارس مرمة هو جابرييل سلونينا أمريكي الجنسية عنده 18 سنة برضو ب15 مليون دولار لمدة 6 سنوات لكن هيفضل مع فريقه شيكاجو فاير معارا لنهاية الموسم بتاع أمريكا اللي هو يخلص في يناير فهيكون مع تشيلسي بداية من يناير المقبل أخيرا كنا فاكليين أن البرتغال وإسبانيا قدموا طلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 وكانت واضح أنها رايحة لهم طبعاً 2026 كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك فالبرتغال وإسبانيا راحوا لألفين وثلاثين ظهر لهم منافس واضح كده أنه داخل بتقلو أنه داخل بعنوان يشد المنافس دولهم أربعة لأول مرة في تاريخ الملفات المشتركة يكون فيه أربعة دول مش تلاتة أربعة مش اتنين ولا تلاتة دول أربعة أوروغواي قالت لهم أول منديال تلعب في التاريخ كان منديال 1930 في أوروغواي في ملعب سنتيناريو فإيه رأيكم 2030 يبقى كأس العالم المئوية الأولى لكأس العالم فزي ما بدأنا نحن نلعب إحنا استضافة بطولات أو المنديال في نفس الملعب لكن بالتعاون مع باروغواي وتشيدي والأرجنتين فإحنا الأربعة نبقى بالنظم فيه 15 مدينة وفيه ملاعب مختلفة منها طبعا الأساسي افتتاح ونهائي يكون في الأوروغواي وقدموا الملف النهاردة وعملوا مؤتمر صحفي وإعلانوا عن التفاصيل وبالتالي واضح أن هي قصة يعني مقنعة ساعتها كان 14 كان 10 فرق بس بيلعبوا في كاس العالم 2030 على ما أذكر حسب معلوماتي اللي أنا فاكرها يعني أعتقد المرة دي بقى 2030 هيكون 48 منتخب فقصة وملاعب أكتر وتطور أكتر في كرة القدم حول العالم بعد الفاصل الدولي الكابتن علي غزال لاعب العديد من الأندية الخارجية ناسين المديرة قائد الفريق في ألبرتغال المختلف في ألدوري أيضا الأمريكي في فترات سابقة العائد إلى سموحة ومنه إلى المقصة قبل أن يفسخ تعاقده هذا الموسم هو وضفنا في الماتش كمان شوية ومش أكلمه بس عن علي غزال أكلمه كمان عن رؤيته للدور المصري رؤيته للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة وربما عن خطواته هو المقبلة كلاعب مؤثر في خط الوسط وخلوق جدا ورأيه دايما وعنيتها قيبة فتعالوا مع بعضنا صديف الكابتن علي غزال يلا أهلا بيكم مرة تانية في الماتش منوارني يا نجم نجم على مستويات كثيرة جدا فنيا رؤية داخل الملعب أو حتى على المستوى الأخلاقي أحد لعبين المحترفين سنوات طويلة في الخارج بل وشرفونا بارتداء شارط قيادة في دوري زي الدوري البرتغالي والكابتن علي غزال النجم المنتخب الوطني كابتن علي أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أعاني وشكرا على الكلم الجميل ده ده السي في بتاعك أنا مقولش حاجة أخبارك إيه يعني هايلايت حلو كله كويس كله زال فول الحمد لله الحمد لله فينك أنت العودة لمصر ما ركبتش معك ولا إيه خالص ليه بقى؟ أهلا مش عارف يعني أنا بجيت أول ما جيت مصر كان لأسباب يعني ما كانتش كلها ليه علاقة بالكورة أهلا بعدين لما كنت بقى في الأسباب القروية اللي أنا كنت موجود فيها وحصل الموضوع بتاع الزماجب بعد كده أنا مرحت تسموحها أهلا في سموحها البداية يعني أتكلمت قبل كده في الموضوع الكويس و بعد كده حصل أني ما كانش فيه توفيق يعني ومشيل فقعدت فترة اللي أنا ما يعني حسيت الموضوع صعب شوية وبعد كده رحت بقى المقاصة في يناير آه آه رحت هناك وقعدت شوية كنت زي زي إعداد أو تأهيل حاجة زي كده وبعد كده ابتديت اللي أنا أشارك وبعد كده آه حصلت لي إصابة كده شوية إصابة كانت إيه؟ كان عندي كان مزق آه في الخافية بس ما كانش طويلة آه ورجعت كان فيه توقف وبعد كده حصل بقى تغيير بقى مدربين وقسم كنت أتمنى مصطفى ميشي آه 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 ميشي وتغير جي كده طارق وبعد كده غير كنت أتمنى فأنا بالفترة دي أصلا كلها يعتبر أصلا كنت يعني مش منتظم آه آه ما كانش فيه ما كنتش بتنزل مع الفرقة أساسا كنت بتمرن تمام وبعد كده ما بقيتش معوجود يعني بانتظام كان الوضع يعني بالنسبة لي ما كانش إيه؟ اشرح لي كان إيه الوضع لهو الوضع في المقصة قبل ما نروح ونعارف يعني نكن تعرف واتكلمت والناس كانت صريحة جدا معي إن الوضع هناك مش مش أحسن حاجة لكن إحنا بنحاول وإحنا عاوزين نعمل حاجة حد آخر السيزن فأنا وفيت ما كانش عندي مشكلة كان عندي هدف اللي أنا أكون موجود ترجع الملعب تاني آه آه بشارجي يكون رجري في الملعب بس بعد كده ابتدى حتى يعني دي كمان كل حاجة دخلت في بعضها حتى الظروف كمان ساعدت اللي أنا كمان ما كنتش موجود في الملعب يعني خلص ما كنتش فيه أي استفادة فما كنتش مرتاح يعني ما كنتش مرتاح خلص فسخت عادك ولا لسه هتفسخ عادك كان سنة ونص نص سنة دي والسنة اللي جاي بالضبط أنا اتفقت اتكلمت يعني معهم في النادي وإن شاء الله المفروض اليوم من دون إن شاء الله ماذا بعد ماذا بعد حلوس لأنه سنة سنة راحت بشكل أكيد غير مرضي لك ده حي قرويا حي ده حي جدا بس أنا من نوع كمان اللي أنا يعني ممكن أكون قلت دابل كده لما بكون في مكان وأنا مش مرتاح بشكل كويس يعني موضوع بالنسبة ببقى صعب وأنا من ساعة ما جيت هنا بقبل الموضوع ده بشكل كبير حاليا دلوقت أنا يعني بعد ما عدت فترة اللي أنا زي ما قلت لك بقى لفترة ما كنتش منتظم فبقلت اللي أنا اتفقت معهم وما بقتش هروح خلاص مش أي مشكلة وكنت موجود هنا في القاهرة بتمرم مع ودي رجلة بيتك الأصلي بيتي مصبوط ونس هناك كويسين جدا عندهم رجل مدير رياضي أجنبي ومدرب أجنبي كويس جدا فتنتحس لنا يعني في حاجة كويسة أيوة وبقى عندي أهداف تانية كمان اللي أنا الفترة الجاية إن شاء الله أقدر إن أنا أعمل أخد دورات تدريبية تمام بس على مستوى عالي شوية طبعا هيساعدني في ده الفترة اللي أنا نعبتها كلها برة والمنتخب أنه يبداول حاجات دي كلها فهتساعدني اللي أنا أخد دورات عالية شوية أيوة فهبدأ أعمل ده الفترة الجاية كونك لاعب دولي بيسهلك إنك تاخد دورات أعلى آه آه طبعا بيدخلك على كاتيجريس أعلى ما بتبدأش في حتة ما بتبدأش فيها من الحاجات التمهيدية وكلام دا كله مش بيجينر يعني بالزلط آه لأن أنت لعبت ولعبت فترة طويلة كمان كبروفيشنل حتى في دوريات عالية زي دوري بورتغالي طبعا من الطوب فايف أيوة في أوروبا فدي بتساعد للفترة الجاية أنا أقدر أخد الدورات دي آه تدريبك مع ودي دجلة حاليا ده تمهيد لأنك ممكن نشوفك مع الفرقة تساعدهم مثلا في الصعود مرة تانية للدوري الممتاز ولا دي مقفولة أو مش موجودة ده لأ موجود موجودة محتمل يعني محتمل وهل فيه على جانب آخر تفاوض من أندية تانية آه لأ حاليا الناس كلها خلاص بتركز في نهاية الدوري فيه تقريبا الدوري عندنا السنة دي نص الدوري كله ما تعرفش منها ينزل له منها يقعد الجزء اللي فوق خلاص بوضوعه يعتبر مستقر من معروف هالعب في أفريكا ما يفكر فضرالية فالنص اللي فوق ما فيش أهداف والنص اللي تحت كله بيحارب على اللي يعط في الدوري باستثناء المقصة واضح أنه الأكتر قربا للتوديع البطولة ده حقيق ده حقيق ليه؟ باعتبارك كنت جوا حاليا ليه الفرقة ما جمعتش إلا 15 نقطة من 28 لقاء لحد ذلك مقصة اللي حصل طبعا الظروف اللي حصلت لهم في بداية في بداية السيزون بتاعة قصة الفلوس والانفصال عن الشركة وكانوا مضطرين أن هم طبعا يمشي رائبة كتير بسبب المرتبات العالية مش قادرين يوفروا ده بشكل كويس مؤتمدين على سورس واحد مثلا بتاع أنه يبقى في دخل مش زي الأول الحاجات دي طبعا حصلت كلها ورا بعض فأصلت على فرقة فكانت الفرقة مضطرة أنها تبدأ متأخر أنها حتى تجيب لعيبة تساعد الفريق و فيه برضو قلت خبرات كبيرة في الدورة الممتاز من اللعبة الموجودة لعبة خبرة اللي كانت موجودة في الفرقة ملعبتش ممتاز بشكل كبير باستثناء لعب أو كنين واللي كان بيكمل مهم كانوا ناشئين فالوضع برضو كان صعب معينو على المستوى الفردي فيه أكتر من اسم حتى من اللي ما عندهمش خبرات ظهر صح واعد أنهم يقدم كورة حلوة بس زي ما أنت قلت على المستوى الفردي إنما المستوى الجماعي بيتطلب أن على الأقل يكون عندك ست سبع لعيبة في الفريق كبار مش كبار سنن بس لعبوا في الدورة الممتاز بشكل كبير لعبوا مشاك كتيرة فعارفين الأجواء عاملها زي كان تنتبع لما جاي في البداية كان منظم الفرقة بشكل كويس جدا وكان تمشى في جدات الدورة بشكل كويس بس طبعا مع مرور الوقت بتبدأ الفرقة تتحفز وبتبدأ الناس تاخد بالها منك بشكل كبير فابتدأ تعمل لك حساب أكبر فالموضوع ابتدأ الصعب واحدة واحدة صعب الثلاسة الهابط تعرف تتوقعه في ضوء الشكل الحالي للدوري مع التنافس بين المقاولين وإسترن كومباني والجونة ونطلع شوية غزل المحلة وإسماعيلي بقى في فرقة كتير هو الإسماعيلي يطلع بشكل كويس آخر قوم ماتش هو دلوقتي اللي بيكسب ماتش بيعديله مركزين بيطلع مركزين فصعب التوقع صعب التوقع صعب مين اللي شايف إن المستويه وأهلوا إن يعرف يجمع أكتر عدد من النقاط ويبعد يعني يبعد ممكن الجونة الجونة ممكن الجونة أعتقد الجونة يقدر إن هو يجمع ابنات أنا أنا معرفش الماتشاط اللي عنده مية عشر يجونة عنده الزمالك مبدئيا يوم الجمعة الزمالك من ستة متشاط لسه في خمس متشاط جايين مظبوط فأنا مش عارف يجونة إلعاب المقاولين نفسه بالضبط الجولة اللي بعدها فأنا مش عارف بالضبط كل واحد الماتشاط اللي جاي عنده هي إيه لكن هو أصعبه من المقصة يعني أصعبه من هو يعض المقصة لكن بقيت الفرق بعيدا عن المتشاط هيلعبه مين أو كده ساعان إيه ساعان إيه 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 أصلا أصلا أنا أنا ما أدخلش للستوديو غير والجو تلج يعني أنا لازم أأمتلك جوه الأستوديو فأي حد بيجيوعد جنبي في الصيف بنص كمة بيأمتلك أنا مش نص كمة ثلاث عشر جمدي السحل حمد الله على السلامة الله شكرا لا تحس أنا ما قدش بالسحل إيه سحل طيب كان فهما يعني كتيم أعتقد أن هما ممكن يبقوا فرشتهم كايشة طيب خليني أروح معك بقى لفوق شوية إذا مالك بيوصف وصوله للمرحلة دي للترتيب ده في الفترة دي بالظروف دي بأنه إعجاز من المدرب هل أنت متفق مع الوصف ده؟ جدا جدا لأن في مرحلة من المراحل بيبان قوي شغل المدرب بعيدا عن شغل اللاعبين لما جي مستر فرييرا لما جي الزمالك دلوقتي كان عنده فيه نقص كتير وفيه لعبة من القامل الأساسي ما كانش موجودة كانت مصابة وبعد كده فيه ناس كان حصل كان مشكلة كده وتقال أنت تمشي آخر السنة وفيه ناس مشيت وفيه ناس ماضيت في حدة تانية دي أصلا بتعمل بلبلة شوية في الفريق صح فابتدى أنه يعتمد على الناشئين ناشئين في فرقة زي الزمالك في وقت زي ده مغامرة كبيرة لأن أنت ناد كبير ومطالب اللي أنت تكسب ومطالب اللي أنت تحقق بطولات حتى لو قبل ما ييجي الناس كان بتتجه أنه خلاص المسلم ده مش بتاعنا صح بس الناس عندها أمل ومتحمسين والدوري والكاس لكن الشكل العام هو قدر يوظف الناس كلها بشكل كويس يعني أنا ما أعتقش أن فرير الله يبقى قبل كده بخطة الثلاثة وراء في القلب لكن الظروف حاكمت أنه يلعب بالخطة دي وتماشت مع الخرقة عاد يجربها في أفريقيا في الماتشات اللي هي تحصيل حاصل سجرادة ولعب ثلاثة وبعدها راح يجرب في الدوري فاستقر عليها ومشت ومشت بعد كده الناس اتقلمت عليها اللعيبة وبقى اللي بيخش دلوقتي يعني ما شاء الله تشوف فرقة الزمالك دلوقتي اللي اللي ما بيلعبش بيخش واحد مكانه بيقدب نفس الأداء الماتش اللي بعدها بيبقى فيه إصابة أو فيه وقف اللي بيلعب بيقدب بشكل كويس الجو العام الأداء أصلا نفسه بتاع الزمالك الفترة دي تحس ان هم يعني فيه تركيز كبير وفيه حاجة هم يعني بيين ان فيه شغل لان هم 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 كانواش بالعب بالطريقة دي فده دليل ان رجل قدم فكرة جديد وكلهم ماشيين في اللاين بتاعه عايز ادخل معاك لعقلية المدرب البرتغالي انت عيشت هناك كتير وتعاملت مع برتغاليين كتير على النحر الفنية المختلف وليه الدنيا في البرتغال بتمشي دايما مع الكرة المصرية بدليلنا دلوقتي أهلي وزمالك ومنتخب مصر مدربين برتغاليين فارجعنا تاني للسكة دي مزبوط حتى جاء فترة من الفترات ان احنا كنا لعبة كتيرة في الدور البرتغالي مزبوط الفكرة ان هم تقريبا هم قريبين مننا شوي يعني ان مثلا الفترة اللي عشتها برا دي لما جيت هنا مصر في لعبة كتير هنا في مصر عندهم كواليتي كويس بس بيبقى محتاج اللي يعرف يوظف له الامكانيات بتاعتي دي اه انا لما جيت هنا ما شفتش ده كتير بصراحة ما شفتش مدربين بيوظفوا امكانيات اللعبة كويس خلص كله بيعتمد على امكانيات اللعب نفسه ازاي هو كمدرب يعني هو الطبيعي ان هو ازاي كمدرب يستخدمها حتى دي هتساعد اللعيب انما لو كويس وحلته كويسة هيلعب لو هو كويس وحلته مش كويسة مش هيلعب مزبوط فهيلعب غيره فمحدش بيقدر ان هو يوظف الامكانات دي بشكل كويس بدليل انه لما بيجي مدرب اجنابي بتلاقي 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 بتلعب في مراكز غير مراكزها او بتعمل ادوار اصلا ما كانش بتعملها قبل كده لان هو عارف هيقدر يوظف الحتة اللي عنده دي بالشكل الفلاني وده حصل في الزمالك حاليا البرتغاليين عموما هما طبقهم زينا لما الناس امكانياتها اللعيب الكورة بس هما عندهم الحتة الاندباطية عالية شوي فانت لما يبقى مدرب بيبقى الاصل عندك الامكانيات فانت لو امكانياتك كويسة قريبة من الامكانيات اللي عنده فهو هيجي بالحتة اللي مش عندنا هنا اللي هي الحتة بتاعت الاندباط وان هو يقدر يوظف الحاجات دي هيقدر يفيدنا هنا فاحنا قريبين منهم شوي فده اللي بيحصل دلوقت طيب ده هيوديني معاك لكلمة قلتها في وسط كلامك وهي عن اللاعبين المصريين اللي محتاجين من يوظفهم مين لعيبة عجبتك؟ من خلال بقى ان خلاص بيت هنا فشفت وحسيت ان فيه لعيبة لا لعيبة كويس قوي بس محتاج مدرب يتعامل معه صح مين لعيبة لفتت انتباهك؟ اقول لي اسماء حسيت ان لأ محتاج عنده اكتر بس محتاج حد يبقى مركز معي محتاج حد يوظفه بشكل سليم ومش بس ان هو لعب كويس لا هو يلعب 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 فين وقدر يعمل دي امتا ودي لقى شفتها في لعيبة كتير فانا مش قادر اذكر اسماء بعينها بس شفت ده في لعبين كتير في لعبين كتير ان هما شكلهم كويس يعني بيقدي اداء كويس لكن بيحصل في مرشق كتير انه مش بنفس الريتم فبيبان فبعد كده بيجي حد مثلا بيوظفه بطريقة امان هو يلعب في مكان دخل الملعب او يتحرك معين دخل الملعب بيخلي استخدم ان كانت بتعطيه بشكل كويس فشفت ده يعني في معظم الفرق بس مش قادر اذكر يعني حد بعينه دلو كان كذا كان بقى الحتة فلانية مين احسن لعب في الدورة المصري دلوقتي؟ زيزو زيزو بتشوفه ازاي كان لعب كورا يعني يحكي لي ليه هو احسن لعب؟ زيزو في الحاجات دلوقتي يعني اللي بيبصلها كل الاندية الاندية اللي بره والامكانيات اللي يعني اللي هي الاساسية بقت دلوقتي اساسية في كل العيب القوة السرعة في مكانه هو دلوقتي بيشوت كويس بيحرز اهداف فيه هنجات كتيرة بتلعب عندهم امكانات كويسة وسرعة واقوية بس ما بيحرزوش اهداف فما بتفرقش معهم فهو دلوقتي بقى عنده دي فبقى فارق عن البقين مزبوط ارقامه حتى متطورة كل سنة عن اللي قبلها بالظبط هو محافظ لدلل ان هو عارفه ومحتاج ايه وهو بيزوده بالظبط هو محافظ على الناحية الاساسية ايه هي الناحية الاساسية اللي انت بتلعب كوينج اللي انت سريع وقوي وزود هو عليها حتة الشوت بيبقى شوت كويس الحتة اللي بتفرق بقى بين وينج والتاني بيحرز اهدافنا بيحرز اهدافنا بيحرز اهداف فبقى فارق عن البقى مزبوط بشكل كبير ليه احنا في مصر في الفترة انت كان انت علي ان كان في اسماء كتيرة بتروح البرتغال ما نجحش الاسماء رغم تقلقهم هنا في مصر وده اللي خرجهم حتى في سن صغيرة هو ده السبب ان هما ايه كانوا متقلقين في مصر اه حلوة هو السبب لنهناك مش رايحين نجوم رايحين خارجين من هنا نجوم خارجين من هنا نجوم ده السبب السبب اللي هو كان متقلق هنا ولما راح هناك قابلوا واقع مختلف عن اللي هو كان بيقابله هنا اه ما قدرش يتقلم يعاكس يعني مثلا انت راح هناك فبدأت هناك بدأت هناك فالحمدلله حققت مسيلك كويسة عدت فترة طويلة بقعب هناك وكنت قديت بشكل كويس عكس اللي جي في ناس قعدت سنة ورجعت بسبب الموضوع ده انه هما خرجوا من مصر هنا معروفين وليهم اسم عيب فلما راحوا هناك قابلوا الناس امكاناتها امكانات كويسة برضو وريبة من الامكانات اللي عندهم لكن اللي فارق هما بيلعب عشان عنده حتة فنية او اندباطية مش اندباطية خارج الملعب اصد دخل الملعب اندباطية تكتيكية يعني احسن فهو بيلعب عليه فابتدي التأثر معاه اللي أنا نجمة فانا راح هناك الوضع مختلف فبقى يرجعه ده اللي حصل بكل تأكيد ده صعب لكن على جانب اخر الاهلي برضو جاب مدرب برتغالي فيه نص موسم الاهلي دلوقتي بعيدة عن القمة لكن لسه عنده فرصة لقنص اللقب شايف ازاي مشهد المنافسة على اللقب بين الزمارك و بيرامدز والاهلي كمنافسة بين الثلاث فرق بين الثلاثة الأول قبل أن نتكلم عن الاهلي بشكل خاص المنافسة قوية لكن بالفترة الأخيرة بكام مطشي الأخار دول هو أبعادهم الأهلي على الدوري أبعادهم الزمالك هو أعرف فرقة بيبان حتى في المطشيات في المطشيات اللي هي الزمالك من فيها مش حلو يعني قبل مطشي أصن الأهلي لو نرجح شوية كده كان فيه مطشين تقريباً الزمالك كسب بكورمرين المحلة والمأولين تقريباً وما كانش أحسن أداء قوي بس كسب من ساعتها أنا ابتدت أحس أنه هو الزمالك ماشي في سكة أنه يبقى بطل الدوري طبعاً بيساعد أن الفرقة التانية بتتعصن لكن لما تكسب المنافس المباشر لك حالياً اللي هو بيرامدز فده دليل اللي أنت أحسن ومش بس أن أنت بتكسب في وقت أنت فيه وحش والفرقة التانية بتعصن لأ أنت فعلاً أحسن وبتكسب الفرقة مباشر ليك حتى مكسب الأهلي هو وقف إنها ابكاس بس هو يعتبر مكسب مع نوياً في توقيت كمان صعب في الموسم كان يفرق مع الزمالك جداً خسارة المرش ده كان يفرق معه وكان يفرق مع الأهلي مع نوياً بس هو حصل أن الزمالك كمل زي ما هو والأهلي الفترة اللي فاتت بالمرشاط بالأداء بتاع الفترة اللي فاتت فرق معهم أكتر مزمي إن هو يبقى بعيد يبقى بعيد إيه المشكلة في الأهلي؟ إيه اللي وصل نتائج الأهلي في آخر شهرين من الدوري للوضع اللي بيخليه متأخر عن القمة بالعدد دامن النقاط حداشر وللسه يماتشين؟ اللي حصل إن هو نتيجة اللي بيحصل بالذات مع الأهلي في الفترة اللي فاتت كاملة ضغط متشاك كبير برضو بطولة أفريقيا وكسعم الأندية ومنتخب اللعبة لعبة متشاك كتير جداً لعبة الأهلي كمان المتش بتاع نهاية أفريقيا ده هو مش مجرد خسارة بس للمتش ده كان معنوياً أنه الأجواء اللي كانت محيطة قبل المتش ولا بعد المتش هذا هو برضو نفسي كبير أثر على اللعبة اللعبة نفسها يعني بقتلعب بتعب فكان طبيعياً يحصل فيه ترجع في الأذياء بس كان بيكسب مع المسيماني فرحيله غلط؟ جداً رحيل المسيماني مش توقيت رحيله رحيله هو اللغة رحيله هو غلط جداً 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 طب هقولك رأي مخالف لك وعيد أسمع رأيك تفضل نتائجه في الدوري قبل ما يمشي هي مش مختلفة أقوى عن نتائج الأهلي بعد ما مشي هو كان برضو تلاقي تعادل تعادل فوز تعادل ده فترة مسيماني الأخيرة وبعد ما مشي تعادل فوز تعادل تعادل كما قلت لك قبل ما أقول إن هو رحيله غلط قلت لك إن هذا طبيعي بسبب كمية المنشاط اللعبة فده كان حصل معه قريدي طبيعياً إن اللعبة يرتذكر فيه يتقل وكان فيه إصابات كثيرة بسبب الموضوع ده فليه كان لازم يستمر؟ كان لازم يستمر عشان هو مع الفرقة بقاله فترة على الأقل الفترة الجادة كان هيعرف يتأقلم مع الفريق إن هو يعدي المرحلة دي بالإمكانيات اللي معاه لأن هو قريدي معاهم بقاله فترة وبيعرف يلعب مطشاط معينة بشكل كويس يعني مشي زي البيرميز أهلي خسر ده كان موسيماني كان ممكن أدى فيه بشكل أحسن لو خدنا مطشاط بعينها يعني كان أهلي ساعات في فترات بيبقى وحش جداً مثلاً هو كسب نهاية أفريقيا والفترة دي أصلاً ما كانش قوي أوي في الدولة كان بيتعادل مثلاً بس بيركز في مطش مثلاً معينه المهم بيفرق معاه المطش الزي زي عينيك بتعناها الكاس ده كان يبقى شكله أحسن من كده على وجهة نظري مع موسيماني فهو كان هيعرف يتأقلم مع كمية الجهد اللي حصل واللعيبة اللي تصاب بالفترة اللي جاي عشان هو قريدي مع الفريق مش هو السبب في الإرهاق أصلاً البدني اللي حصل لللعيبة على مستوى الأجازات اللي كان بيديها والتسعة أيام راحة وتدريبتين أسألك هنا كلاعب كرة هل النظام ده أو النمط ده من الحمل البدني مؤثر بالشكل اللي ممكن يضر زي دلوقتي؟ أنا هحكي لك حاجة أنا كتلع في الدور الأمريكي ده أنا ميك إحنا الدور بيبدأ في شهر ثلاثة وبيخلص في شهر عشرة ولو الفرقة كملت بلاي أوف بيخلص بيتخلص في حداشر لا في حداشر ماكسيمم أول إثناشر يعني أول إثبوع من إثناشر كنا لما وصلنا بلاي أوف إحنا خلصنا تقريباً يوم حداشر حداشر فتر الإعداد اللي بدناها إمتى؟ خمسة وعشرين واحد خمسة وعشرين واحد؟ خمسة وعشرين يناير يعني عدتوا شهرين وثلاثة شهور اللي كافتهم؟ نوفمبر، ديسمبر، ونصف تقريباً خمسة وعشرين يوم يعني؟ يعتبر ثلاثة شهور أجازة تمام ورجعتوا على فترة إعداد؟ ورجعتنا على فترة إعداد أدي؟ اتمررنا إثبوع ولعبنا ماتشاط ماتشاط وديه؟ طب ودخلتوا في الأجواء سريعة؟ ده بقى للناس ما تعرفوش وهي مش معنى إن أنا بأخذ راحة طويلة لأ محتاج تدريب طويل؟ ليه نعمدة اللعبة Predora حيث تنام في البيت لا أنا بابقى ما يعطى اللعبة أنا أخذت ثلاثة شهور من الـثلاثة تunkenشesperت خمستاشر يوم أول خمستاشر يوم بعد الدورة بعد كده بعد كان معي program من بعد الخمستاشر يوم happen لم يجع فترة الإعداد وأول يوم في فترة الإعداد إن تريد الثمارين عادي جداً مش اللي لأ أبقى من لفون الملعب чтобы يأخذ لفون بياخدوا أجازة، يتلعى برجع صلاح كان في أجازة مثلاً طويلة ورجع لعب مارش على طول لا حتى كمان أقول للسيتي في مارش رادي لأنه هو الراجل مع بروجرام شغال عليه في الفترة بتاعت الراحة دي فالناس بتلوم عشان هم مش فاهمين أصلاً إن الراحة دي كويسة ومش راحة سلبية هي راحة يتخلى لها تمرينات المفروض اللعيبة واخت بروجرام بتشتغل عليه فده يعني بس تباعده إن هو يكون سبب مش شايف إن المسلماني كانت سبب هو ممكن يكون ليه سبب في جزئية معينة اللي هو فيه لعيبة كتير هو عنده سكوات كبير وكان بيعتمد على لعيبة بعينها بشكل كبير وهو عارف إن هي كانت مجهدة في أوقات إنت يعني مكنتش محتاج إنك تشركه ممكن تعتمد على حد تاني اللي حط في مطش أو في مطشين اللي هو يرايح فيه بس لما يعد فترات طويلة في خلال الموسم وهو عنده في نهاية الموسم كل مباراة بيفصل ما بينها واللي بعدها يومين بس فبرضو هنا الحمل بيتغير عن بعدين ممكن يضرك لاحقا زي ما الأهلي دلوقتي متضرر صح أو غلط؟ يعني الراحات بتاعة يناير أو ما بعدها ممكن تكون هي اللي بتؤثر في وضع الأهلي الراحات اللي هو كان بتدعلي الفرقة؟ الراحات الطويلة دي اللي في وسط الماتشات لا بالعكس أنا شايف إن الراحات دي لو أخذها بتخليها يقدر يكمل بشكل كويس غير لما هو بيفضل مستمر انت بتطعب بتديله حمل بتديله حملة تدريبي وبعد كده بياخد حملة مطشوط في يفضل ياخد حملة مطشوط يوصل في الآخر لما يبقى كل هذه المطشوط هو أخلاص مش قادر فممكن فترة الراحات دي اللي هو أخذها دي على الأقل بيترجعه ثاني اللي هو فريش شوية إنه يكمل فبقى عنده وقت بعد كده لما يجي خش في ضغط هو قريدي مش محمل لأنه أخذ راحة كويسة ده بالنسبة لنا اللي أقدر أحلله من ناحية الراحة لأن أنا جربت ده قبل كده حتى كمان أنا في يعني في سنة أنا خلصت الدوري في أمريكا وكان عادي هناك خلص وكنت خلصت في أكتوبر ما عملناش بلاي أوف وبعد كده عدت أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مشيت بالبرنامج بتاع فريق عادي وأنا عقدي كان خلصان ورحت نادي فرنسي في البرتغال في ينايا اتمرنت أسبوع واحد أسبوع واحد وكان هناك الدوري شغال لأن الدوري هناك عادي زي هنا لعبت ماتش خمسة وسبوعين ديئة سبورتنج لشبونا كمان في الكاس وبعدها تلات أيام لعبت يسعين ديئة كانش عنده مشكلة خالصة لما قطع فريق فرنسي لما قطع فريق فرنسي لما قطع في البرتغال فهي بس الناس متخيلة ان الراحات دي بتبقى راحات سلبية بس ممكن يتخلى لها لو انا عندي 10 تيام بيبقى مثلا 48 ساعة بس اللي انا بقى مش اي حاجة بقى كده بيبقى فيه تميين بيبقى فيه منتخب مصر مرنا بمرحلة من التخبط كيروش جي علية الروح الوطنية على مستوى اللاعبين والجمهور بقى مندمج اكتر مع اجواء المنتخب نتاج كانت كويسة في امم الافريقيا قبل النهاية قصريات كاس العالم وصلنا لمرحلة الاخيرة كاس العرب وصلنا السيمي فاينل قبل ونخسر مشي كيروش جيكا تنهاب جلال قعد كم يوم ومشي شفت زي المشهد ده مشهد سايق مشهد سايق لما يبقى معك مدرب كبير انا فاكر ان انا ساعتها يعني مش متذكر فين بالضبط انه تعاقد اصلا مع كارلوس كيروش هو تعاقد زكي لانه هو مدرب خبرة ودرب منتخبات وصل بها كاس العالم قبل كده وهيقدر يطلع في الفترة اللي فاتت دي انه هو يقدر يعمل منتخب قوي للمستقبل يعني يكمل السنين قدامه بدليل انه هو لما يجي كان فيه اسماء جديدة اكت اول مرة تروح المنتخب واللي حصل لانه ده كان بيحصل قبل كده كده كان هم دربين بيتيجوا يجيب اسماء اول مرة تيجي بس ما كانش بيحصل نجح حال بس هو نجح والناس دي دخلت وعملت جروب كويس مع بعض انه هم يكملوا ووصلوا قبل نهائي كاس العرب وكل نهائي افريقيا وصلنا بلي اوف بتاع كاس العالم ما حصلش نصيب تلاتة لكن ده دليل انه هو ماشي ماشي بشكل كويس الاقالة بتاعطه طبعا بالنسبة لي كان غريبة جدا وانا اعتقد يعني ان الفترة الجاية دي يعني كمدرب مصر يمسك منتخب مصر يعني صعب مش صعب انا بشوفها مش كويسة وانه جاية نظري انه اصلا المفروض مدارب موقف المدارب المصري نفسه انه ما يقبلش لا مش ما يقبلش هو يعني بعيدا عن الالسيطوريشن اللي حصل اللي كانت تنهاب والفترة اللي هو ميسك فيها اللي حصل فيها ده كلها انه محدش يقبله ابدا نهائي لو مصري ولا أجنبي محدش يقبل حاجة زي كده خالص سواء او موجود او مش موجود لكن انا بتكلم كان منتخب مصر ابعب عن مصر او انا وقع اتنظر من بعد يعني اللي حصل مثلا ايام كابتن حاس انشحاتها والنجاحات اللي حصل كلها و القصة دي كلها كانت في فترة زمنية اصلا اصلا ع 자꾸 الاجتاع اللعيبه اعلى من الوقتي انا من دلوقتي بس انا بقولك pen Pech ان الناس دي اصلا بطاعة من الكورة كانت اعلى من دلوقتي وفي نفس الاجتاع اللعيبه 구독ه من الق gambler علم بطاعتها بس لا مقارنة لا مقارنة بالي أنا Landsat أقول إن الناس دي كالكالة بتاعتها عالية إنما لأ بغير دلوقتي المدربين بتبقى مسكة الأندية وهم بيتمنوا ناس بعينها فلما بيجي يوصل لحتة بتاعت منتخب مصر دي بتحس إن الموضوع شوية يعني ما بيبصش مش بيبص على الناس كلها غير الأجنبي المدربين المصريين أه ما بيبصش على الناس كلها بيبص على النجوم اللي فرقهم أهلي وزمالك يعني ولا بيبص إزاي المدرب بيتأثر إحنا دلوقتي يعني جزء كبير اللي بيليد هنا في مصر اللي بيقول مش إدارة هم مانين جماهير يعني اللي بيليد هنا في مصر حاليا دلوقتي شوية جماهيريا بمعنى إيه الجمهور هو اللي بيقول بمعنى إن الناس لو أجمعت وتحصل بلبلة كده شوية على حاجة بعينها بتلاقي بعدها بشوية صغيرين بتتحقق عشان الناس عايزة كده فـ مين اللي بيأثر في مين؟ الإعلام بيأثر في الجمهور ولا الجمهور بيأثر في الإعلام؟ بعيدا عن اللي بيدير أنا بتكلمت على الإعلام والجمهور في سياق متصل ده حاجة تاني هي الموضوع ده مقسوم الصين في ناس بتمشي وراء كلام ناس إعلامية وراء كلام إعلامي وفي إعلاميين بتطلع تمشي على كلام الناس عشان تحقق النجاح اللهم عايزين فهو الموضوع وين وين سيتيواشن وين وين سيتيواشن من اللي اعبسطك وقول اللي انت عايزه واببسط انك بتشوفني في ناس كده يعني في ناس بتبقى شايفة الناس عايزة ايه وبتطلع تتكلم في نفس اللاين اللي الناس مشى فيه عشان تتشاف وفي ناس بتوجه ناس هي كده على مستوى الإدارة لو هتوجه نصيحة اللي بيديره الكرة المصرية بما انك قلت سلبية من السلبيات ان الجمهور هو اللي احيانا بيقود مش المسؤولين هتقول ايه يعني لو انت مسؤول عن الكرة المصرية او ضمن القائمين على إدارتها ايه الخطوات اللي هتشوف انه لازم تركز معاها وتحقيقها عشان تتطور الكرة المصرية ككرة جنرال في مصر هي مفيش حاجة بتيجي من غير دراسة ومش معنى اللي انا بدرس حاجة على الأعلى مستوى مثلا سواء بخدها في مصر او برا مصر انها تنفع تتطبق هنا فانا بدرس كويس ايه ينفع تحقيقه بيجي مسك تحت عشان اللي تحت يطلع already متأسس كويس عشان لما يوصل محرك كبير يبقى متأسس كويس نفس الكلام برضو في الأندية ان يعني هو مفيش نادي عندنا هنا في مصر عنده مش مش سيستم إداري سيستم كروي ايه باستثناء ودي دجلة عشان انا هتحيز لهم شوية حقا لا هما من فتح الناس حتى بما هما بيلعبوا بسيستم معين ونزلوا درجة تانية وهم كما دين نفس السيستم مفيش اي مشكلة والمداربين اللي بتيجي بتلعب بنفس السيستم اه مع انه سيستم ما نجحش يعني او نجح في في تطوير اللاعبين لكن ما نجحش بالشكل الجميع اللي يبقي ودي دجلة مثلا في الدرجة ساعتها اه بالظلط انما حاليا انا شايف وضع كويس يعني اه فمفيش حد هنا مدرب جايب مدرب بيلعب بطريقة دفاعية بعد كده انا ده هاجم مش كويس وروح ممشي جايب مدرب بيعضي هاجم بعد كده ما نفعش وروح مجايب مدرب بيلعب بزون فهو مفيش سيستم اللي انت عاوز تحقق ده فبتجيب المدرب اللي يمشي معه السيستم بتاعك فبالتالي هو لم يجي مش هلقي مجهود كبير لان اللي قبليه كان قريب من السيستم بتاعه فهعارف نوعية اللي اللي موجودة فدي كلها حاجات نظمية وفي ناس كتيرة في ناس كتيرة درسة في مصر وبرا مصر وتقدر بس هما مش موجودين يعني مش موجودين على الساحة مش موجودين على الساحة ليه؟ ما عرفش احنا يعني غالبا هنا في مصر في كل المجالات يعني بيدي عن الكورة بس اه اه لابت الكورة معروفة اه اعاوز امسك في حتة النجم هو اللي بيتولى المسؤولة اه هل ده دارس مدرسة بس هوا كان نجم كبير اه هيعرف البي ار هو اللي بيقول بدون خطة اه بيبقى جاي عشان هو قاعد برا برا يعني بيشوف المشهد من برا فجي عشان هو راجل نجم فبيأخذ الحاجة اللي هو شايفة في المشهد برا اللي دلوقتي اللي هتمشي الدنيا دلوقتي والدنيا هتبقى كويس لكن لسنتين قدام لعشر سنين قدام لا فيش حد بيع مكان طيب اعايز اقول الاخبار سريعة جدا قبل ما لعب معك لعبة الوقت الاضافي في نهاية كلامنا انا بحييك على كلامك لانك انا بحب دماغك بشكل عام كبير اعايز اروح معاكم لكرة السلة النهاردة الاتحاد السكندري اعلن ان الاسطورة اسماعيل احمد سيستمر مع فريق كرة السلة في النادي لمدة سنة اضافية دي لحظات التوقيع مبين الاساس محمد مسلحي رئيس المجلس واسماعيل احمد طبعا بقرار وموافقة من ميو دراج وتطوعا ده نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاتحاد السكندري الاستاذ احمد عبدالجيد وميو دراج قال انه سعيد جدا باتمام التعاقد مع اسماعيل احمد العيب كبير اوي اسطورة كبيرة اوي على مستويات كلها يعني فنيا واخلاقيا واسطورة بالفعل نرجع بس للصورة تاني بعد اذنكم عشان هعدل حاجة سريع جدا لان الصورة قدام حضراتكم فيها الاستاذ حازم الرجال امين الصندوق برفقة الاستاذ محمد مسلحي رئيس مجلس ادارة النادي واسماعيل احمد اسطورة النادي كمان نشرت الصور الخاصة باجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي مع شركة الكرة نشرها محمد الضماطي نفسه عضو مجلس ادارة النادي الاهلي برفقة حسام غالي عضو مجلس الادارة واللي بالمناسبة هو مفروض هو منسق ما بين ادارة الاهلي وشركة الكرة لكن النهاردة الاهلي اعلن انه فوض الكابتن محمود الخطيب ليصبح هو المنسق او المسؤول عن التنسيق ما بين الاتنين لكن صور حلوة ولقطات حلوة ودي روح تبقى مهمة جدا يعني مثل هذه الصور الابتسامات المتفرقة ما بين اليمين والشمال والخلف دي حلو والاهلي محتاج مثل هذه الصور لانه وقت الوقعات الهوى بيعمل مشاكل فبتبقى محتاج انك تلطف الاجواء على قد ما تقمر صح؟ ضحية او وقت النجاحات بسعال بتطلع برده عشان توقع بكل تاكد طب خلينا نلعب معاك بها لعبة الوقت الاضافي اسئلة سريعة تخص علي غزال نفسه شوف انت فاكر ولا ناسي؟ يلا بيه هابدأ معاكم بانك صنعت هدف واحد مع منتخب مصر فاكر؟ فاكر كماتش حلوة جدا وعملنا شوت اول حلوة اوي كنا متقدمين كنين سفر ودخل فينا للاسف جون كان في اخر تقريبا خمس ازايا في الشوت الاول بعد كده رمي ربيعة صاب الشوت التاني ترغعنا كده شوية ودخل فينا جونين في وقت ولاي الاوي برده برباكة كده وخلص الموش تاتا كنين كان قبل كسر عالم يعني ايه ده كان معكاة شاوية غريب كان معكاة شاوية كان شاوية غريب هو الاقرب لتولي مسئولية المقاولون العرب خلافا للكابتن محمد عودة اللي رحل عن تدريب المقاولون العرب النهاردة بسبب سوق النتائج اللي خلت المعاوين العرب في المركز قبل الاخير في الدوري حاليا وهو اللي قرر الرحيل في تصفيات افريقيا 2015 منتخب مصر استعبل كم جول؟ 2015 اه اللي احنا ما رحناهاش التصفيات التصفيات استعبلنا كم جول؟ اربعة ستة ستة؟ اه مين سجل سوداسية منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات افريقيا 2019؟ محمد صلاح ايوة جابجولين؟ اه جابجولين انني انني جابجول المحمدي لا اسم محمدي لا صلاح محسن؟ مروام محسن؟ ايمن عشر مين اللي حصل على الدربة الحرة اللي سجل منها صلاح هدف المنتخب ضد اوغندا في قوم افريقيا 2019؟ اللي خد الفاول؟ تريس ايه؟ محمد صلاح هو اللي خد الفاول؟ هو اللي خد الفاول سجله؟ اه والمحمدي سجل التاني اه شاركت قدام الكون و شاركت قدام الكون و في قوم افريقيا 2019؟ كبديل مين اللي خرج وانت نزلت مكانه؟ تخيل وانت خارج بتسلم على حد؟ كان مين بقى اللي سلمت عليه؟ اه مش فاك كان تريس ايه؟ كان تريس ايه؟ اديها 4 ساعة كنت قوله على الضلص تجاوبتي سؤال واحد من استتتها ان شاء الله عليك كابتن علي انا ببسط جدا كالعادة بالقاعدة معك بالتوفيق في خطوتك اللي جاية سواء كلاعب بما انك بتقول ممكن تبقى معوادي دجل المسلم اللي جاي؟ او كمدرب لان احنا اعتقد هنستفيد جدا منك كمدرب ان شاء الله فترة الجاية انا بشكرك ودايما الحالة بمعاك بتبقى جميلة ولسيزة كده وخفيفة وان شاء الله يعني الفترة الجاية في تقدم بإذن الله في مكان احسن بإذن الله جميعا بإذن الله ان شاء الله نورتني الفراسطين نورنا الكابتن علي غزال وانتو كمان نورتونا كالعادة غدا بإذن الله لقاء جديد اخير لهذا الأسبوع في الماتش تحياتكم لفري العمل وتحياتي هاني حفوت إلى اللقاء